جلناكم مشاهدين من جديد نعبدو نرحبه بكل من ينضموا التحق بنا الآن اختار قناة شلوك تيفي برنامج الخدمات المتميز صباح شلوك متوجدين دائما بهذا الفندق الجميل بفندق الرمال الذهبيا نذكروا المشاهدين يمكن تفاعلوا التواصل معنا على المباشر بتشكيل رقم التليفون ليظهر أسفل الشاشة أيضا زيارة مواقع التواصل الاجتماعي تقدروا تنسلونا أي توصية وانشغال مرحب في برنامجنا الصباحي درانا في خدمتكم مشاهدين من الثمينة والنسب إلى غاية الحادي عشرة بإذن الله نحب أنكم تتفعلوا في كل المواضيع اللي نختاروهم من دون إطالة نكتشف مع بعض أبرز ما اخترنا لهذا العدد فردلو إضافة إلى كل هذه الفقرات بصحتك القهوة في كامل اللي راكلت شربوا القهوة ترتشفون القهوة كما رأسي نقول لكم بصحتكم وأهلا وسهلا بكم وقعدوا معنا وتابعونا إلى غاية الحادي عشرة إضافة إلى كل هذه الفقرات اللي استعرضناهم مع بعض أكيد راح يكون فيه فقراتنا القرى لما نقدروني نستغنى وعليها مثل لمسات الشاف رقم واحد في البرنامج الشاف نديم من خلال محطه الصباحية عودنا دايما على بعض العصائر المنعيشة لمساته ليست بجاهزة مزال مزال شوية في انتظار أنه ينضم إلينا ويلتحق بنا ويكون حاضر لتحضير وصفاته وش رأيكم نقلبه اليوم نبدو بالحركات الرياضية نمرسوا بعض من الرياضة الشاف نديم ماوي يقول لي لا لا من مركز الرياضة هنبدأ أخلاص نجيب لكم الجريد بك بش ما يدوب ليش يبونك واجب يلا إذن الافتتاحية ستكون من مطبخنا الصباحي بإمضاء ومرافقة من الشاف نديم يعودنا على تحضير العديد والخسير من العصائر إن شاء الله بركت دونوا الوصفات وتجربوها في بيوتكم نديم صباح الخير صباح الخير إيمان صباح الخير كل مشاهدنا الكرام عدنا اليوم شاف نعم اليوم هنديرو 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 هنسموسي بدوق لنكتارين الخوخ نعم هنسموسي واش عنا فيه هنسر نصري ثلاثة الحليب عنا لهنه هنا زوج علاب يوقت بدوق الخوخ وليح بي دير ما يكون سيكري باش نقصو السكر نقدرو ما نديروش عنا لهنه هنا رباح بات مقدار 500 غرام بتاع نكتارين السكر هنه يكون اختياري وعنا لهنه القراصون بشوي من دينا لديك لاتيكستير اللي تكون في العصير دينا دايما ناخدو الحليب بتاعنا هو اللول يكون بارد طبعا لازم كون حاد لازم يكون على هل العصائي لازم يكونوا باردين وإذا كانت هشكارا ترصاشي يكون مغلي غلوه وتبردوه صح؟ هل يترصاشي نعم يتغلون بعد يبرد هنه قنا نديرو نصري ثلاثة الحليب دينا بي دعوه بتاياه وقت اللي هنه بالدوق الخوك عنا اللي هنه آآ نكتارين اللي يحب يعود لنا نكتارين بالخوك يقدر يعودها ماشي كيف 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 تحصو على نفس الدوق هما هايدا ونديرو لازم نكون لازم لازم هم اللي بدنا هذك القاوام اللي نحبوه هم والسكور أنا دير ملعقة السكور ونبدنا نشوفها لازم بالحلوة كيف نحبوه نكتارين تجي حلوة هي تجي حلوة نعم ومما لازم تنخيط دوق الخوك صافي حلو صافينا دير ملعقة بكسور اللي يحب يكتافي بهال الملعقة ولا يقدر يستغن عليها كامل كيف تحصيح؟ 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 هنالنطفي اللي سموسي احنا من الأحسن همم ميد صفها وش خاطئ تشربوا عادي من شيء كما العصير العادي فوائد كلها في هذا اللوب اللي فيها ذكروا برقم تليفون مشاهدين لا تقدروا توصلوا معنا وتفعلوا عبر الهاتف بتشكيل الرقم هذا اللي ظاهر أسفل الشاشة عندنا بزاف محطات متنوعة عشوها مع بعض كلها فائدة واستفادة أول فائدة ديناها معا شاف ناديم أكيد دايما الفائدة تكون صباح ما نشاهد بليك بليك باليمنة ملا ملا هكاش ليباي دوك نجيب لك لك كش متل متر الصمريش دوك نجيب لك ها حايل شاف ناديم بصحتك إيم فارد صحتكم هادوش كنقصنا مع صباح مم شالله يسلمك ربيخي وشحلو كزاف نو الحلوة قط احنا نكتاكيو احنا الحلوة كما نحبو احنا نحبو نزيدو نحبو نقصو كما نحبو ماذا قلتها هادوك ليورت العلوب ليجي سائل صح كما هو صح 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 نفس المذاق يا تك صح صح وعافية شكرا لك ناديم بعد قليل رح نرجع لك باش نشوفوا الأطباق نعم رح تحضرها لنا اليوم وأطباقنا جاهزة أكيد نستعرضوها مع بعض من خلال محطات والفقرة بخلال محطة أول محطة رح تكون هي الحركة الرياضية نتبعوها مع بعض نتمنونكم نجربوها معنا بإمضاء مونير بوشاوي صح 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 لا يستطيع مفيدات الناس أنا ألم يوجد دعوة نبدأ بسم الله على بركة الله ندروا التسخين خفيفة لنبدأ التسخين ونبدأ مع عضلات نبدأ بإبعادة لنظامنا لن تحاولينا لنحن نحن تسخين خفيفة قبل ان نبدأ نبدأ ندروا خفيفة هنا كما قلنا نسخنها العضلات التي سنقوم بعملها نحاول نقوم بعملها في كل حلقة نحسب منها 10 أخطرات هذا ما نقوم بعمل الكثير من التسخينات لأنكم مواضبين معنا يعني النات اللي ستتخدم معنا كل يوم التسخينات سنقوم بعملهم يعني نحن نقوم بعمل تمارين خفيفة التسخينات انتم لا تستطيعون تزيدون فيهم يعني كما قلنا نقوم بعمل فشتاء يعني نطولوا فلسخ موضيه هنا حاجة خفيفة بعد أن نطول لكم نبدأ بالتمنى الأول سيكون سكوات مع ديدليفت كيف سيكون تكون هناك حسب الباصنة كما رأيكم تشاهدون هنا ننبض بسكوات هنا ومباشرة ننبض بسكوات هنا بعد أن نخرج ننبض بسكوات هنا ننبض بسكوات هنا ننبض بسكوات هنا ومباشرة ننبض بسكوات هنا 1 2 نحبط 1-2-1-2 نحبط هنا ونحاول أن نجد الظهر ليس مقوس يعني يكون مسجم هذا بالنسبة للثمارين الأول نحن نخدمه 20 نتكرار و 4 مجموعات مدة الراحة بين كل مجموعة تقدر تكون 50 ثانية دقيقة أو لا أن الناس لا تسترجع أنفس تحكي مموال في دقيقة تقدر تزيد دقيقة ونصف سوف ن Baptist تعدد تcision فانتك هي مفاقية اتريد قليل وقوط قوط نترك ليلة المضيق و يتم تحكية المشيء لما سوف نسött فقط فلن أفضل كوراي وأحاول فلن أفضل طور qumny سنضغط في هذا المسطن سنضغط هنا نضغط هنا ونضغط على شديدة 1 2 1 2 1 2 نحاول أن نركز على الجمب لكي تكون نتركز لكي لا نرى لكي نتركز التي تجعلني نحكم التوازن في الحيط أو كرسي أو أي شيء نعود 1 2 نعم 10 في كل جهة نذهب إلى الرجل الثانية نحبط هنا فوند كروازي 1 2 نعود 1 2 هنا يجب أن نطلع لباس ونطيلة تلاجون لا يجب أن نطلع كثيرا يجب أن يكون المقدور إذا كان المقدور محدود لا نستطيع أن نطلع أكثر ونحن لا يجب أن نطلع أكثر كل شخص يجب أن نطلع هنا نعود 1 2 1 2 هنا يجب أن نقوم بعمل 10 في كل مجموعة هنا يجب أن نقوم بعمل 3 مجموعات لكل رجل كل مجموعة فيها 10 تكرارات نذهب إلى الأخير لا نقوم بعمل éramos نقوم بعمل هنا تكون مجمع تقوير مجموعة سنقوم بعمل من تحتاج هنا نقوم بعمل سنقوم بعمل ثقة نقوم بعمل بعمل هنا 1 2 3 4 5 6 7 ثمانية تسعة عشرة نفس الشي نخدمه في الرجل الثانية الرجل اليسرى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نحاول اني نركز على عضالة البطن نحاول نزييرها مليح غير نكمل عشرة نريب وضيش بيه ونعاود المجموعة الثانية والثالثة والربعة عادلنا عربعة مجموعات عشر تكرارات في كل رجل هنا هنا يبقى بنا غير تمديدات خفيفة للمجموعة الثانية ونقصر للمجموعة الثانية الرابعة نخرج هنا هذه كانت اخر حركة للبرنامج الثانية اليوم ان شاء الله تكونوا تتبعتوا معنا ان شاء الله تستفدتوا نبقى علينا نقول لكم تلقوا في برامج اخرى ان شاء الله ولكن في تساؤلات وشنو معلكم وغير تتبعتونا على صفحة الانستغرام وللفيسبوك اللي هي بوشاوي موني او لخير السلام شكرا جزيلا للكوتش من البشاوي على هذه الحركات الرياضية لرفقكم من خلالها ان شاء الله تجربوها في بيوتكم وان شاء الله تستفدوا من كل ما اخترنا لكم لنا هاليوم عندنا بزاف مواضيع نعيشوها مع بعض كثرونا من اتصالاتكم وحضروا نفسكم رقم تليفون واحد ووحد يمكن لكل تفاعل معنا من خلاله وسؤالنا التفاعل يقول يقول هو مثل شعبي ضيف ضيف لو كان يقعد اشتاء وصيف هل انتم معه او ضد هذا المثال الشعبي واش في رأيكم صح الضيف يقعد ضيف مهما قعد وعاش معكم وطول وعاش وطول ولا بالعكس يعني كي يقعد يقول لي واحد من العائلة يقول لي واحد من العائلة وتعاملوه كأنه ملدار وتعاملوها لأنه فرض من افراد العائلة وملدار احنا معروفين شعب الجزائري كريم يعني الضيف يقول لي هو ملدار رحنا نولو ضيفها يقولوا ضيف ثلث ايام لا لا اه عندكم عندكم لا ضيف لو لو كأنه بصحة المثلة مقولة يعني وكأنه ما يحبش غاي ضيف الناس ايه وما يحبش دار تكون عامرة بالناس ايه مع أنه ضيف والضيف يبعد كثير من البلاء ويجيب البراكة ايه يطرد يقولك يطرد كل الشر كل البلاء كل الأمراض من بيوت من ساكني البيوت رح يقولوا يجيب الرزق يعني من البيوت وساكنيات من أنكم تفعلوا معنا في هذا الموضوع مشاهدينا تفعلوا يكون عامل تشكيل القامل هاتف لتفضل أسفل الشاشي قلوني زملاء في الأول اتصال ونقولوا على صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح النور صباح الأنوار والفل والياسمين اهلا اهلا وسهلا محبا بك الله سلمك اخلط في اقتئي ما نشراكم والله لا بس نورا جيبيني شكون نورا 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 انا نجي نقول نورا بعد نقول لا لابلك خدها بسمة بسمة هاي عايتت سلنا غير كيما بسمة اي انا وبسمة اين عايته بزاف أسلاما أسلاما مرحبا بيك شكراكم لابس والله لابس قصر الشلالة نوراكم راح نتخلونا فراغ كبير ان شاء الله انا دخلت مباشرة في الموضوع باش ننسيها بالينا رايحين ويا راي عاودة تفكرتنا بالعكس والله تغذرتونا منظر نحيتونا ذكت الخاطر والله سيدة نورا قصر الشلالة معروفة بالكرم تحاول ضيافة وغيره صح؟ اكيد اي والله تحبو تكرمو الضيف وتحبو تضيفوه؟ تحبو الضيف ونكرموه ونكرموه ماذا تقدروا تستحملو الضيف؟ ماذا تستحملوه عادي يكون يقعد معاني والفور يالو كان يقعد عندكم يعيش عندكم عادي كان يقعد عندنا يقعد ضيف ضيف زعما يقعد بقانسو تقعد مكلتو سبيت يعني تقعد زعما ماذا تقلقوش؟ لا بالعكس احنا رو كانت عندنا خاصة ضيفة يقعد عندنا قريب شهرين عادي كراحت بالعكس والفنا بلي خليتكم على على بالك أنا كنت حاسب كيف أهمتني المعنى الحقيقي لهذا المثل على بالك أنا كنت حاسب ضيف ضيف كيفاش المثل يقول؟ ضيف ضيف لو كان يقعد اشتوصيف أنا كنت حاسب بالمعنى أنه انترك عندي ضيف ما تديش رحكي ملدار تبقى تبقى ضيف لا لا المعنى هو عداخل لأنه كين الناس اللي يجيهم ضيف يطول يقولوا يطولوا يخدم الشغل يطولوا يطيب ما يعملوه خلاص يقول لي ملدار الأقفض في إحنا لكي نتعدنا خاصي زعما تجير حاجة هكا تقولين انا هاوكم ولا ما قالوا اشتون قولوا هكي ضيفة زعما هكي ضيفة حتى لو طولت في المدة يعني تعاملوها لأنها ضيفة حتى لو طولت في المدة يعني يبقى عدنا ضيفة الله وتبقى وتقذولوا وطيبولوا الحجر المليحة ايه نديرولوا مكرا سبيتيا لطول لنا نتقلوا حاشمين منه هو لازم لياكل مليحة طيبارك عليكم شي جميل ولا غير شي جميل نحن نحافظوا على هادشي كان موسم رائع بيكم والله بيكم تومر كانت أطبق هايلا كانت المشروبات اللي حضرها شيفنا زيمنة شكرا بزات كانت هايلا هكي شاهيتين هكي تصور بي شفتي شاهيتك في الجنة شاهيتك في الجنة نورا شكرا لك شكرا لك شكرا لك هكي تعدوا في الاختتام ديرونا تحية إن شاء الله أكيد شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا كم جميل وكم رائع هذا التواصل والتفاعل مع المشاهدين نذكره دائما برقم تليفون أقدر تواصله معنا وتعطونا لكم حول هذا المثل الشعبي اللي يقول الضيف ضيف ولو قعد اشتوصيف انت صح أحيانا تقدر تفهمه بالمعنى اللي فهمته يعني تقدر تفهمه من زوجنا الحاجة اللي لاحظناها بعض المدن ما زل عندهم المدن الداخلية أكثر شيء ما زلهم يكرمون ضيف والضيف يروح عندهم ما يقلقهم مش بالدف وكينا منطقة أخرى في الجزائر اللي معروفة خلينا من الجنوب الجزائري هذاك معروف وهرن قال وهرنا معروفين وهرنا شوفي ديارهم مفتوحين للضيف وقت ما جاب يقول لي ملدار يعني ما يحجبوش ما عندهم شذكنية نقصة يدخلوه يعني للدار يدخل للدار يكل يشرب تحية كامل ناس وحرن ناس الغرب ناس الشرق ناس الجنوب المتصلة منين شرق غرب جنوب شمال وسط ألف أهلا وسهلا صباح الخير صباح الخير صباح النور ألف أهلا وسهلا يا مطفى كمني أحلى بس لا بس وانت يا بخير تحياتي قاليكم لا يسلمك شكرا تعرفوا عليك نحن توحشوكم بزا بزا نحن تاني نحن توحشوكم ربي حافظك مبارك على الحصة هذيك كنت تقولوا ضيف ضيف لو كان يقعد شتاولة شتاولة بصح خلينا نتعرف عليك أول شي خلينا نتعرف عليك نورها من جزائي العاصمة مرحبا بك مرحبا بك سيد أنا نتشرفك يعني من جزائي العاصمة أكيد أحب الشرق والغرب أكيد بصح جيرو ماركي من اللي الناس بتاع البلاد يكرم الضيف أكثر من جزائي العاصمة هذه حقيقة وقال أنا نعني منها ونوافقك أنا نوافقك الرأي ثاني أنا نوافقك الرأي ثاني يكرم الضيف وكني قد عام ثلث شهر ولا ربع شهر ولا عامي ترموه صح أنا ثاني نوافق الجزائي العاصمة الجزائي العاصمة عنده نهار يومين سمحي لي بلك ضروف ذيق شوفي بزاث أكثرية سكان العاصمة ما نحكي وش على الناس اللي عندهم نتساع يقدر يكون ذيق ذيق في القلوب ذيق في القلوب ذيق في القلوب صح ذيق في القلوب في البلاد عندهم نتساع نحن في الجزائي العاصمة هل تختار مو نحن الضيق نحن الضيق نحن الضيق وفلقد كما قلت انتهي صح ما يمكنش الخاطر 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 صح 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 وقلت الخاطر ما تكن معنا من الجزائي العاصمة أنا منهم نشكرك على صلاح تك نحيوك على صلاح تك نجوني ناس ما مكيين للخير الحمد لله نحطوا الخير نحن بصوا حيومين ثلث يام ندوا ونتقلقوا العامل نفسي 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 لدينا ظروف صعبة الخدمة الفوضى نحن نكرم هذا كذين ونحطلو الأزيزة ونمسح يومين نقلقوا يومين خلاص ما لبناش أسكي صح مضيق ولا نفسيا 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 هذا لازم نعاجه من ناحية نفسية ثانية هذه الجزائي العاصمة ما قال لي أنا أقول لك نوافقك الرأي لكن شوفي استمحي لي سيدتي لو كان ربطوا في المدينة كبيرة هاي وهرا ثاني وهنا مدينة كبيرة بالصح معروفين ناسها والله صدقينة الدخل الأيبي دقا تقيت الدخل الفترة استغدأت على الشيء يرحبوا بك ويفرشولك وتبقي معاهم وبلا ما يكرهوا منك ما كانين صح شوية يعني معاك في وهران تانين عارف ناس في وهران بالصح اللي ذا عندهم ليزا بختموا جاه عندنا عقلية هكذا علشه ما نقدرش نحمله الضيف نفسي نفسي يوم عشرين يوم ما نقدرش نحمله كي مسحب البلاد البلاد سواءنا عندي ناس باري في البلاد تحقق عندهم تلت شهر في العرب يقيموك تقولي عارف تقعد عندهم تلت يلي يقيموك شغولك قعد مهنات ترح عندهم لي لعرب تتقلق صحا لازم نعالجوه من جانب نفسي على ما أظهر لازم نعالجوه من جانب نفسي هذه حقيقة وقال لازم نقولوها ما نقولوش لا لقاحنا نكرمو الضيف نفس جزائي العاصمة تحديدا ما يحبوش ضيفك ثلتيا هذه المعلومات هذه أنا نقولها والناس الزير يقولوها غير الله خباو يا ريتي يزيدوا عيطون من عاصمة باش نشوفوا رأي آخر يا تك صح سيدتي يتقدروا وش ما يتقدروا وش ما يتقدروا نعم عنده عنده البيت جي بش يكرم هذا كدف فح نفسيا ما يقدر جمعوا بلاده وطيبوا مقلق صح صح نفسيا نفسيا ضغوطات وتمحولي على تصارحة لا نحييوك بالعكس نحييوك على صارحك نحييوك علىها نحتار مرأيك جدا شكرا نحب زيادة ما نقولكش ما نحبش زيادة بصح فوق طاقة تعي أعيش بولادي وداري ما نقدرس نتحمل الأعمال بالنيات نيتك سبقت نيتك سبقت الأهم هو أنك ترحب بيوم هذيك السويعة صح وتحطيهم فوق رأسك هذك يومين بعد تلتيين تبدأ بعد خلاص أصلا وإذا زادوا فوق يومين كيفاش تعملين تبدلي العقلية الله أتأمن برض بغي نعملهم ملاح بصح ما نقدرش نوري لهم هذك الواتش يقلقوا باش يروحوا تجي أولادهم يتقلقوا أه تقول لي شغول خصيصا تكرم غلادك الضيف تبقى غلادك الضيف تقلق وقتشيره باش أولادك ياخدوا راحتهم أمام أولادهم يحسوش رحهم أهلس بلك تمث بلك تقعد بلك تعيط بلك تدار بلك تمثلو وليدو بلك تمثلو دوزانو بلك تمثلو الايباد تاعو بلك تمثلو التليفون تاعو شغول تحسوه مقيد تحسوه مقيدين حتي يروح هذا الضيف وكيف تتعاملي معهم؟ بالمعاني؟ لا 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 لدينا كيف تتعاملي؟ نوصي ولادي لا يدينا يوش للضيف حتي يروح احنا مزيرين مزيرين عناش نرى نديرين هكذا اذا منطب بيب نفسي هادي هي اذا منطب بيب نفسي ولكن اذا طغتمونا يديرونا فيهم حوش يديرونا فيهم هو لازم يديرونا قاعدو مع الضيف الضيفي قاعد غير ففانو وحنا نحشروا الدراري في بيت واحدة راهو كاريتا مم دراري راهم يتقلقوا مم شي غير احنا مم من ولادنا نتقلقوا كيف نشوفوا نديرو لهم هكذا كعلى جال الضيف تقلقوا مميب نحبوا ذكريني بالاسم الكريم عندهم جناين عندهم ليهول سيدتي قولي لي ذكريني بالاسم الكريم بارك نورهان سيدة نورهان هاو فهمي هكذا شفوك وغاسبعوك هاو فهمو اذا كا واحد ما يجد يجيع ما هذا الذي يجيوه لك دكتور ساعد لا لا هذا الحقيد هذه الحقيقة في الجزائي العالم صح صح وقلت لك لو كان يديرونا ليهول والحوش يقول لي كاين ليت ساعي يكون كاين ليت ساعي كيف تتلقوا ولدنا في الهول ولا في السحين ولا في الجنان أراهو شوية نظرك السكنات اجتماعية جديدة فيها فيها مساحة خضراء بعد يقعد برا البيت خضراء الدارية وين دينا الداخل مساحة خضراء هيا قاتل كنجي وعدنا ديور شغول كبار شمية بالمراحب يتك صحة سيدة نورهان شكرا لك سيدة نورهان شكرا لك والله أتارت نقطة مهمة صح لطفي ما بينش ولا المشكلة نفسي ولا صح فقط التيام الإنسان سوف ينرجعوا هنا على حساب قولكم غير الجانب المادي يعني اللي عنده درامو عنده ليتساعي نفسي نفسي لا 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 شوفي مكاء الضيافة هي سلوك يعني وفارق من فوارق الاجتماعية يعني كل شخص يأما فيك الضيافة حب الضيافة وحب أنك تستقبلها يا إما ما فيك لأنه كاي الناس اللي مرفهين عندهم قصور لكن ما يقبلوش ضياف يجيهم وكاي اللي عنده بيت وكوزينة صح شوفي يسمح في داره يخرج بره يبات ويخليك انتي ترقديك وما يطبطبش عليك هاك ولا يقلقك صح صح صباح الخير صباح الخير يا ألف أهلا وسهلا مرحبا بكم أنت أهلا والله غاية حمد الله أم محمد متيرت والله ما سمعنا منه أم محمد متيرت متيرت أهلا وسهلا بكم محمد وكل ناسنا متيرت ما شراكي شوفوا ما يعني قلنا غير ناس الكورامة ما شاء الله عليهم تيرت ناس الكرام ما عندنا ما نحكي وماشاء الله ناس تيرت ثاني كرام موجود ما شاء الله عليكم هاي معروفة بالخير تيرتين قولي لنا موارفة تبعينا هذا أول مرة تحيطي لنا صح؟ وادي أول مرة بصع نتبعكم كل يوم محظوظين بك محظوظين بك حبيتي الموضوع اللي خيرنا اليوم؟ وا وش رايك فيه؟ ضيس يقول ضيس نحنا نبغل ضيس نبغل الكورما نبغل نبغل ضيس يجينا نكبروا بهن هاي؟ هم ولا طول طول زع ما يقعد بزاف؟ لا ضيس يقول ضيس هاي ولا يقعد عام ضيس ضيس يقول ضيس بصع نكبروا بهن شنوه ليهن دخلوا دارنا نانقوا بالنيا يكل مالش ما فاي يقول لي واحد منهم يقول لي واحد من الدار يقول لي واحد من الدار وش حل مدة الضييفة؟ ش حلت قاعدة تسع فيه وتقابلي الضييف يبقى لك في دارك؟ اه هاي 20 يوم 25 يوم عشرين يوم يحجر شعر تعال خدامة الكل جي شعر فوح عشرين يوم وشتيري الحجة فوح عشرين يوم يقول لي ملدار اه خلاص يخدم لي شوالي يخدم شوالي يقول لي ملدار يقول لي هو ملدار ونتي تولي الضييفة؟ اه وين الولي الضييفة؟ أنا نقرسه ويبقى عشرين يوم راكي الله يبارك يعني يا كنت تحكي لدار الله يبارك لا نس يارت نسبة كورامة معروفة عليهم الكلمة موجودة ويحبوا يجوكم الضييف بزيف صح؟ يكبروا الضييف يكبروا بيهم وعنا يكبروا بزيف الحاجة العزيزة يحطوها لكم حتى في العرس العرس ما زالهم الآن العرس يجو قبل العرس ويقعدوا صح؟ يجو يومي ثلاثيين قبل العرس تكملوا بعد النمائنا العرس الله يبارك يتعامل إن شاء الله يتكم عامر إن شاء الله يا رب شكرا لك حبينا بزيف كتفعلتي معنا وتحياتنا لك ولكامل عائلتك شكرا لك نتفي تاني حتى شخصية الضييف تلعب الدور شوف يكون الضييف اللي ما يقلقش والله كان يقعد عندك بالك شهر والله ما يقلقك يعني يقعد عندك وشنو وش هتمدلوه بياكل وش هكتاكل ولا تقدر تكبر به ديامات لو يكون كسايري ويضحك وكسايري يفهم روح وثاني ماشي اللي وصح كايين ضيف كايني على حسب الشخصيات كايين شخصيات اللي يقلق وشوي بصح الضيف لو كان ملقى شرحته عندك ما يقعدش عندك كايني ما ملقى شرحتوني كايين ثاني مال كايين مال يندار بصح البيتلي فيها الضيف بزاف عارفي باللي هذي كدر ناس طيبين وصيب عندهم الباراكة يحب وجوهم الناس يحب وجوهم الضيف يحبوا كل مرة يدقوا عليهم وشوفوهم نفسيا جبارة دي نفسية تختلف حنا رانا ندخلوا بيوتكم دايما يا درا يا درا إذا كان احنا من الضيف اللي ضيف ضيف كم ليه مثل ضيف ضيف لو كان قاعد شتوصيف لو كان قاعد شتوصيف حنا كل يوم أنا في بيوتكم رانا كل يوم في بيوتكم يا درا نحب الضيان نحب الضيان نحب الضيان نحب الضيان نحب الضيان أنا بحكم عمليك شغل والزوجة تاني العمل يعني يجيونا في حدود المعقول ويعني المقربين جدا هم اللي يجيو حتى الناس متفاهمين انظرني يعني متفاهمين كيشوفوا كوب لنزع مخدامين ما عندهم مش الوقت بش يقوموا بيهم ربما باينة ما رحش يكتره لهم صح؟ وما ممكن يكون ديق تاني صح ما تقدرش مليح ضيف بيوتك وما رجع لك ورا ليك يال أنا تاني كيما انتا أنا راجل يخد داما أنا خد داما دايما ماشي في الدار ما شكل يحب الضيان كثير؟ نتي ولا راجلك؟ ندي حاجة بأن نفس نوع يعني كيف كيف يكون نفس عقلية ما ما تجربتاش كي نجرب وقولك خلان سقسونا ديم يا درا يحب الضيان او لا لا أكيد يحبوا يجو الضيان لأنه متمكن من المطبخ دار لي عرفوا يطيبوا يجوا بزاف ضيان صح يا ديم؟ يجو له كثيرا؟ صح اللحго غير يجو بالزاف لا اسم بلحب الكرمن لأ Strategias يجي شخص واحد يقابلك الرجل هو اللي يحبي يضيف بزيف أكثر من المرأة يحبي يجو صحابه ذيات يحبي يجو فاملته ذيات يحب إذا عندكم رأي آخر قولوا لنا برك تواصلوا معنا من خلال تليفون ويظهر أسفل الشاشة وترفقوني المطبخنا مع الشيف ناديم باش نستعرضوا مع بعض الأطباق اللي حضرها لنا اليوم أهلا وسهلا بالجميع تفضلوا ضياف ربي مرحبا ضياف برك ضيف خفيف وش عندنا اليوم ناديم طبيعات الذى لعملنا ناديمية 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 حضره كيكة ناديمية حضرها والأطباق بحضر أطراف نا ناديمية الحلولة هنا نديره كقاعدة الأولى. سوف نديره كقاعدة الأولى. نحن نخدمه بالبنديمية. نعم. عندنا البنديمية تعني. قد نحلق على الأطراف. لا يدين شيئا. نشكله هنا. في شكل عاجينة. نعم. لا نحلوه. لكي نعبزه هنا. نديره السوائي الكامل. لكي يتشغل منه. بعد أن نشغل طريبة. لا يستطيع القطاع الكيفة. نعم. 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 نضعه بين الطبقة و شعورة نضعه هنا الريسيبيون وضعه كمية زيت و مكعبات و مكعبات كمية الباتي و هنا الفلفل و قمنا بقليل مكعبات كمية المعيز والجازار و هنا الخالد كامل و نضعه ملعقات على مايوناز و نضعه بلا مايوناز كما نقول لك الكريمة نضعه لا يجي ناشف هو أصلا يجي ناشف و نضعه المعيوناز و هاد و ما السوائل كامل و هما يتشربون هدك الهد يبصر بيها يمكن تقطع الكيكات يبينه الزيته جميل هنا نضعه طبقة الأولى نضعه الخالة بعد ما كنا كذا نضعه في الداخل نضعه طبقة أخرى من نحنه الأطراف نضعه على شكل الطبقة في الآخر نضعه كامل بكريمة قلو لك ميساج قالوا لك أنا جيد و أجد الماكنة و لقلو لك بس بذلوبش الماكنة يكلوها و وش عندك الديل يضعه ما عليش بسمح شو منه ديوه يغليك في الآخر هنا نضعه كامل با بلا مايوناز سعنا هي بعلان نضعه في الثلاجة تشدره حاملة و ما نضعه بلا مايوناز عندنا الهنا البيت كنا سكر في جنة و التزيين في الآخر يكون اختياري تحب شوية مايز شوية ماعدوز من فوق هنا الكيكات نشكلوها نزينوها كما نحبوه كما نحب نروحو المرور لطبق ثاني طبق ثاني الهنا عندنا الدجاج بعد ما كنا درنا لماغينا التاعو كما ما نتجرت العادة ندلو شوية زيت لهنا شوية ماعدنوز هذا كعكري لون الأحمر لوثيه نعم دلو شوية عكري شوية كوركوم هنا يدلت له توابيل الدجاج هنا الدجاج نحب الماريني نحب الماريني نحب الماريني ما فيش بنا صار في الماريني هملة و بعد نطيبو فوق النابيان ندلو فنجرة على الماء باش آآ من يدلسق الناس اي طيب و بعد عنا الهنا كريمة للجبنة هنا ندلو هنا آآ كريمة فورا ماجر ما ندلوش كريمة باشا عملوها كريمة مورنيك حتى على باش ما دينا لدينا نكون خفيفة شوية باش على يتشربنا هذاك البنديمي باش ميجيش ناشو آآ رح تدير البنديمي تاني نعم ندلو الكيكة و ننحيت ولو يلا خلي عبد يلتا هنا كادلك ناخدو أم بلالي يدخل للفور الهنا نفرشوه من فوقها كريمة كريمة الجبنة هي من تحتها باش ماذا ما ينشفناش البنديمي من تحت و يتحرك لنا نفرشو كادلك البنديمي هنا نحبو نخلوه الهنا اللي كوتي تاعو و لن نحيوه أنا من احسن نحيوه خير باش نحصلوا على البلالة يكون كامل كيف كيف نفرشو البنديمي تاعنا نضيدوه من فوقها الطبقة تانية نديروها بالدرجج لازم كل منا نديرو طبقتها نديرو الدرجج و نديرو كريمة الجبنة هنا في الاخر عنا الدرجج البيض هده و شو احتير بيه؟ هدف الاخر هو الليمدد من هذا اللقاطيني اللي يكون من الفور هنا الكمية اللي قعدنا تكرم بشو عانيا ولا كريمة كريمة لجبنة نضيدوها كريمة السائلة حبت يأتي ع البيض نخلطوها منها و نديروها كطبقة تانية هى اللي يتمددنا هدوك اللقاطين اللي يمددنا ذاك اللون الذهبي وبينسير جبنا ما بشرب لكم في الآخر وبينتخرط دولا شوية المعد نص واللي يعطي هذه النكهة وحاجة اللي يتنكه لنا برنامجنا هي الانتصالات الهاتفية نقول له ألو صباح الخير ألو ألو صباح الخير يا ألف أهلا وسهلا مرحبا بيك راي سلبك نتعرف عليك نور من جزائي العاصمة يا ألف أهلا وسهلا بيك نور وكل ناس نحوه من أهلنا من العاصمة أنتما من ناس اللي يحبوا الضياف أو ما يحبوا الضياف أنا نحكي لك عليما إيه تحب تحبك يجوها ما شاء الله يتحكى دمنا هكا في الرمضان تحب تحبك وتعرض تحب يجوها منين أصلها منين أصلها لأمنتاعك أمتاعي إيه من جزائي العاصمة كيما إحنا عاصمية هي أبن عن جد لأ لا مش عاصمية عاصمية يقول العاصمة الصغرى منين براقي آه هي من براقي هي من براقي من العاصمة من براقي أصلا من براقي لطفي حبيت أن أقول لك عسى بارك آه آه أولي أراك آه أنا الفوضو لو عندي بيش نعرف وش كانت حبيت خليتها لي هنا هنا خليتها لي هنا آه أنا كاكي منتا لطفي آه هي على القاة آه 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 إن شاء الله تعودوا تصليبنا إذا نذكروا برقم تليفون اللي عنده حاجة حاب يعبر مرحبا بكم فتحين الخط مش تعبروا على شعوركم تعبرونا على طريقة تعاملكم مع الضيوف يا أحلى ناس يا ناس يا طيبين أنتم ممالين داروحنا ضيوفها من خلال برنامجنا وخدمتنا الصباحية شكرا لك نديم نحن إيمان نروح على فاصل نحن على فاصل من بعده رح نستكمل باقي المحضر تقرير تقرير نشوفوه مع بعض حول لعبة دومينو لعبة دومينو الفخار ولا مادة الفخار رح نتعرفوا على أنامل ذهبية كيفاش تتعامل مع الفخار ومن بعده مباشرة تجيكم دكتور إيمان عباس طبيبة أمراض النساء والتوليد لاستعراض محطتنا الطبية يا ألف أهل وسهلا بالجميع تفضل تعتبر صناعة الفخار أول حرفة في تاريخ البشرية فهي في الجزائر حرفة قديمة وارثها الأجيال أبا عن جد فهي تعتبر موروثا ثقافي ورمز من رموز الأصالة والتاريخ أنا أمين أشاء حتى يتعدي وأمين أجحواتي أمان سعيد والتعيد في المقاملك توض الأعجحة الرمز من أربع ترجمة النار أصدقائك في البيتسامات لأنه يتطوطها عند الملابس ولكن تفتح من البيتسامات في المدار które في البيتسامات تكون أمير من ألف دراجع مباشرة في الآلة تطوط هذه البيتسامات مع البيتسامات تتبدأ العجلة وفلية وفلية هذه المرجمة البنية من أجل الأشكال أعتقد أنهات المتصف التي ستفعلها في الإنزان أن يحمى البيتسامات لأنه ماتيريو يستخدم السيراميك هو أحد المتعاملين لأن المدى الأوليات على السيراميك هي الارجل ونجدها في مكان لذلك الارجل والفاء والماء هم ماتيريو بدايين لذلك يمكننا فبريكي كل ما نريد بالارجل والسيراميك فاليوم من هذا يتم إنشاء ورشات تعلم صناعة الفخار وإعطاء دورات فيها بهدف تعلم هذه الصنعة أو حتى بهدف التسليه وتخفيف التعاب لكل الفئات العمرية بدون استثناء أنا في ستوديو بوتخي ألجيري هو ورشة فخار لذلك هو الارجل سيلا تليد سيراميك ونهيئته لكي نستقبل للناس لكي أفضل الستوديو بوتخي الكثير من الناس كانوا يعطون لي كانوا يطلبون لي هل تعلمون هل نريد أن نقوم بإعطاء هل نريد أن ننسيه هل نريد أن نفزيته لذلك قلت نهيئ الورشة لكي أكوير الناس في الراقل لذلك قلت لكي أصبح ننسيه لكي أصبح نظر في مشكلة تقدموا فيه لكي أصبح نظر أصبح نظر تحويل لكي أصبح يمكنهم لكي أصبح نظر ونحن نقوم بشكل عام ونحن نقوم بشكل عام ليسوا بلادو موضوع من التفاصيل مع تصوير ونوضوع منذ منذ يدونس يجب على موضوع منذ ينزل لذلك ينزل للإعادة يحتاج إلى أصدقائها في المساعدة المدينة، فالما في السرية يحبون فهو بالسرية أو في المدينة، فهو بالسرية، فهو بالسرية يحبون فهو بالسرية يتم صناعة الفخار بواسطة تشكيل جسم من الطين وتعريضه لدرجة حرارة عالية بهدف تجفيفه بشكل تام ومنع دوبانه بمجرد ملامسته الماء وذلك بفضل التحول الكيميائي الذي يحدث خلال تشكيل الفخار هذا هو صناعة الفخار، فهنا نستعمل كما قلت لماتيخ كما قلت لفخارة الارجيل اذا فخارجنا أحد اكتفه ايضاً بالطين لدينا بعض التكنيكات يجب عليهم هناك العلوم والموضلاج والموضلاج والمشاعة والمال ثم نعرفها لاتصاف 3 ايام او 4 ايام يفعلها باستفادة لنضيفت على حمرة تغشيتها في العصان في المدلة مضة 24 ساعة في 1000 درجات للغاية تغشيت كما هي تغشيت الوضع تغشيت الوضع لذلك هذه هي التي طاقة التغشيف سناقض على البداية نضيفتها نضيفاً نضيفها لبداية السيئلة الأخيرة هي التغشيف للغاية ونضيفتها في العصان ألف دلاجة باش نرئي ولي ايماي دك خمير ايطاب بيسكويت ديزيام ايطاب ايماي دك هذا ستا موضلاج خدمته اندي ستاجير عنا خدمته دكتنيك على خدمته اوك دو تيكنيك خدمته هدل لبو كما هذا بالترماج وهذا خدمت البرصاناج بالموضلاج والسقال صناعة الفخار من الحرف اليدوية تقليدية الشاقة باعتبارها من فنون النار لذا لا يقبل عليها إلا من يحبها ويقتنع بها فينعكس ذلك على أعماله بإنتاج فني إبداعي شكرا زميتنا سيرين بخاري على هذا التقرير مشاهدينا كرام ما زلنا متواصلين معكم ونبدأ في استقبال ضيوفنا أنا ما نقولها شي ضيفة هي بنت صباح الشروق توحشنا مرورها مع نخلتنا شوية في الصيف هذا فساعة ليش كانت عطلة المهم قبل الختام ما قلنا نازم تكون حضرة وشو السبب اللي جعلها هي رقم واحد عامل ثقة ضرورة جدا عامل الثقة لأن قناة شروق تيفي وضعت ثقة في الدكتور اللي تنورنا دائما من خلال استشارتها الطبية وحتى المرضى صاروا يطلبوها بالاسم من خلال التواصل والتفاعل على المباشر دكتور إيمان عباس محبوبة الكل هي الحاضرة معنا في عدد اليوم من برنامج صباح الشروق كانت جاية باش بقينا على خير نهاية الموسم نهاية الموسم إن شاء الله عطلة سعيدة أنت كملت العطلة خلاص قضيتها ليها إن شاء الله يا رب وكيفاش ما عندكش اكتئاب ما بعد العطلة بيجيب لك اكتئاب باننا موضوع البارح هذا الموضوع البرح حضرنا هو موضوع عشناه من ناحيةference نفساتي أكي الله عشاء الناس اللي عندهم هدك الاكتئاب بعد العطلة بانم الناس اللي عندهم اكتئاب أثناء العطلة ما بعد العطلة اكي مكتئي با دائم تحت في المودة عطلة مي اه طالت النوع هاي بهتراض دياليمن يبحو التعث يا مrok acá structure ولا نذهبوا في جريمة ل chalk في غطلة هاي trago بالصدbs على رغبة دياليمن يبحو التعث والله ما عندنا نطلع حقيقية مهنتكم مهنة نبيلة متعبة جدا متعبة جدا نبدو مسؤال تفاعلي نستقبل ضيف في دارها عندها الوقت إجواء ضيف عندها وقت تقوم بهم ناس صيف ثاني معروفين بالكرم هديه هديه داري متفرخش شارت فيه داري متفرخش دي ما عندي ضيف في دار وشنو بالنسبة للوقت صادبون كين ضيف لازمنا بروغرامي نستقبلهم ونوجدهم ونطيبهم وكين الضيف اللي يجوا يطيبوني يقولوا ما علينا دارها لا لا بتتفاهمي ولا ما يجوا يطيبوني ولي يجوا يطيبوني وش طيبتوا اليوم هادو هايلين هادو هايلين هايلين عندي نساقه ودي هايل نار يجوا بيعفضهم لك نساء الله موضوع اللي اخطرنا اليوم موضوع جميل يموش موضوع طبي يعني محض كما مالفين لكن المهم الزاوية اللي حنتناولهم منها قلت في عامل الثقة عامل الثقة بين المريض والطبيب هل هو عامل ضروري جدا في عملية العلاج الثقة صدقيني انا كطبيبة وندي زعمة وليدي ولا ندي بنتي بانداويهم كما تكونش كون مش هذك الطبيب يعطيك وين ساقتا وما عنده حتى علاقة بلا كمبيتونسة مارات ندلو ثقة في طبيبي مارات ندلو ثقة في طبيبي مارات وحد ثقة يعطيهنا وحد لا فينيتي وحد الراحة النفسية نقول هذو طبيبي هذي تمدالك هذو طبيب يبدأ يحكي معك تشيه دلي فيه ثقة والنسبة كبيرة في العلاج هي العامل نفسي والعامل النفسي ومن بعدها المشكل وين بعدها اني بمجرد اني شفتك هاللوت في درت فيك ثقة ومن بعدها رح يجيو إجراءات وتحاليل وعلاجات اسكوا رح تكون قدادة ثقة ولا لا لا عباك المشكل مارات لما نلقب لي ثقة لي درتها لك وتبعتك ما كانتش في محلها واحدة صدمة نفسية مرات كين نسام يسمعوا فيها ألا نقول نسام يا صيفتي طبيبة نساء كين دي مالات يبركة ودوانة عندي نساء تقول لي مطبيب ديالي خلاص شوكيت ماذا شدويت صحيح أباك واحدة ثقة تديرها فيك خلاص تعلق عليك أمال كونقع انت هو الصح ومن بعدها طريقة طريقة العلاج ديالك مرات حتى مرات كين أطيباء تحطوه في واحدة المواقف انه ندير فيك ثقة وشنو ديالك نسيكتيني لازم أقول لك الحقيقة انك مثلا مجي بيشولات انك مثلا بيتشار عليك عندك بيتشار كانسر في هذه الحالة رحيك راك حتى قولي لي مسؤولية الطبيب هي بدل عناية وليست مسؤولية تحقيق نتيجة نتيجة بيد الله صح لكن مطالبين باتخاذ الأسباب ببدل العناية اتخاذ الأسباب بما يرضي الله يعني كما لازم نعطيك مثال في المجال ديالي يناية جيني وانت لازم لك مثلا لازم لك حقا مجهاري ما نقعوش ندي ونجي فيك ودي مالدة مشاهدين ما دام لازم لك حقا مجهاري ونعطيك في المجال أخر اجري من المجال يجب أن تذهب لربما بقطعه ما مثلا للمجال من المجال اجريك نبعثك جميل المهني أجريك في قلبي فقد تنطيع وشعر مالادي مالادي نقول هذه ما تجيبش في قلبي يا جو ديبا أنا عمري ما قلت الوحدة ما تجيبش لأنه ربي سبحانه لي يرزق وعمري سمعة الطبيب المهنية هي اللي تعزز ثقة ثقة المريض فيه والله قد ما تكون عندك أولا سمعة المهنية نحكيها سمعة المهنية ويرزقها ربي سبحانه وسابق دو بوشا وغاي أي المرضى في أبينتهم اللي يدولوها ما تقدر دير دي بيبليسيتي تفوت في تلفزيان تفوت في الغيزو سوسيو أو يجيك من المرضى ويحكمها أو يحط لك دوسي ديالوها أو شف قبلك عشرين طبيبة ومدى يشوف طريقة طريقة إلاجك أنت القضية ديالو الحالة ديالو تشخيص واحده يحكم صدقني عندي ديمالاد ما أمرهم مقراء ويحكم عليك تبين ليه ولا مش مليها عندهم واحدة سخطو الجزائريين قدرة على التحليل رهيبة عند البي يقول لك سام ليه ولا مش مليها المشكلة وين المشكلة أنه هذه الثقة هذية التي تقول عليها السمعة هذية يجي من مش مديت أو ربي توفيق طيب أن تذكر أنه في اختلاف العقليات المرضى اللي يجي وك أنت كطبيبة كيف أشتعززي ثقتهم كيف أشتقدري تخلقي هذك الرابط أولا ننسى وبيلاني بين طبيبة ومريضة وننسى لازم نحتار طبقات المشكلة يعني نجي نعجوزة كبيرة لا نبدأ ننفوزة فيسا وننفوزة فيسا ننحلها بطريقة طبيعة نبسط المعلومة البسطة العامية البسطة مشغلة عامية بلس كوتيب ويسر مجيني أرض 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 والروح ونفهمها أنها تلحق لها الفكرة تا المرضى ديها لا تعاوني أذا كان سخوين طلقوا هي رايحة نقوطع لها بطي حط في بالك المريض ليس مسؤول على حالتك النفسية هذي يحطها مليح في بالك وليس ما نقولها ماكش قادر تخدم مرك تعبان ما تخدمش على الكابيني مش انتي قلقانة من راجلي ولا قلقانة من مريضة كومبليكاتلي ولا نخرج زعافي في المريض هذي جيبال وضغوة جيبال وضغوة عندي الغاشية برا في الكابيني اللي يدخل عندي مادام الزربي لازم نخرج نو المريض لما يدخل إلى الضغوة يضحقه يدخل جميع الأسئلة حتى لو بعض الأسئلة نحن نتبه نغابية هو لي بحيات أولي مهمة جدا دونك منحقه أن يطرح جميع الأسئلة ومنحقه أن يؤدي أجوبة مقنعة على حساب لونيفو ماشي لونيفو كل شيء المرات تدي مدسا في مبيناتنا ما نفهموش ونسحقهم بس طول معلومة لازم تفهم بس تفهم لي مرضك تفهم لي وشاني حبه منك أنت تساعدني ما نعاوده مناش مطالبين بالنتيجة نتيجة عند ربص الحالي من سبال الطبيب والطاقم اللي يخدم معه لأنه أنت تحاول يتعزز الثقة وكيبتزاف بعض الأطباء اللي ما يعرفوش يختاروا ربما الطاقم اللي يخدم معه يكسر تلك حياتي أختيار طاقم مختلفة أنا ما نخيروش على المريض ما نخيروك كابيني أنا من سبال كابيني ديالي أنك تخلي في أيدي أمينة نخلي هو يجي ما تمسهم ليش لي حافظ لك على إن كفات حطت لي عفسة في القجر لي ويما شي ديالي العلاقة بين أي مختلفة على المريض مالباش كفا تتعاملات ما لقلقون يقول هكفا لازم تتعامل من مرات يفوتوا من الدينال لأنه ما أقل بيش رويصى الفلاس الأطنط الأهم وطبيب بصحة لا يقلل بالي لها المباري إقزامل كنت خلال كنت خلال لازم تريحك انتي بش طبيب يقدرين صح توفر لك الجو الملائم دكتورك فيش تعملي مع النوع من المرضى اللي يجوش فيهم موسوسين لما تقعد في السالة التنت عند الاطباء تبدأت سمعين مريضات تقول لك أنا رحت عند الدكتورة الفنانية والدكتور الفلاني وهذاك مش مليح وهذاك مش مليح ويجا موسوسين كمال عطباء الحاجة اللي أولا كيف ندخل في حياتي يا لطفي إيمانو في حياتي ما سقصيت عند من داويت نيلو نيلو عمري غري تدخلوها مهمش عد من كنتي أعطاني مشكلك أعطاني دوسي ديالك وشنسحق وهوليك مونافي جيت تدي رأيي ماني بها نقول لك طبيب الفلاني مليح ماني بها نقول لك يعرف خير مني مانيش في حالة حكم الحكم تحكمي وحدك وربي سبحانه يقدر وفق واحدة لواحد هذه بدا رب العالمين أنا مسؤولة على مونافي رأيي كطبيبة مسؤولة على الخطوة لنديها كطبيبة مسؤولة على أقوالي كطبيبة حتى ولو مرات وترجم غالطة يعني واحدة مثلا عندها أماشا 0.5 في رأيك إيمان هابط هابط بزيف إيمان عندها معلومات رائعة رائعة خبيرة هاي والله العظيم 0.5 هابط هابط في واحدة باريكزامبل في موناها 25 سنة بزاف 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 دون كنادي وش نقدر نقولها 0.5 تقريبا مهددة بسنة لي أسهلها عام أمين هالك هل تقدر محطة الإجراءات هل نتيجنا هل تقدر نتيجنا هل تقدر نتيجنا هل تقدر ستابد ها 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 هل تتعاطف لا تحاطفة مع المرضى لا يعني يجب أن تكوني الحقيقة لا تخبيش هناك أولا الحمد لله تدرس شخصية تشوفها تعرف كيف هذا كفاء حساق المعلومة لا بزاف سانسيب نبدأ نمهد له أنا مرضي شوهت في الجنين لا نقول لأش من الأول نبدأ نمهد المريضة تجد وضع نتجاب نقولها ببساطة ترمي الناس وتقول لأنا عدد المعنى لن تلعى الجيش موت يجب أن نقولها لهك لكن هذه المشاكل لا نقولها شيء نطلق لا ترمي للموت لا تخزر فيها لا تنقل على نتجابها كل أحد يعطيها طريقتها جامل؟ هذا يجب أن نقلها على حساب وشهب كان واحدا لابد أن تحملها وتقول لها بالعقيلة صدقني واحدا لابد أن تكون إنوه هاو چهو عنديك آمم كان واحدا يجي كمارك على ما يجي يقول ليه قاري مالل مل ماشو بش قاري جي هذلك لابدى لذلك العقليات تعلاله ايكوتيج و سويل ميتسا أنا لابدل وشانيني احكي ما عجبكش تقدر تسدوصي بوفي صغتيا بتعامت معدي مالا بطريقة ونسيو تقدر تسدوصي تقدر تخرج على الأثور أمور المشارسة أو حيث من المشارسة حيث أرشاد الكوبل سألتمني أعتبر بالتأكيد والتصفح لدي مريضة لديها تيبركيلوز و كنت في الحصة هدرت عليها تخيل في الكابينة تشفعي تعرفني أي سورة تسمع في يدوك تهبل يلوطفين بوبة 22 عام لدي روسيليون نلقى تيبركيلوز تيبركيلوز خربت لها القناتين لذلك ننصب ننصب بعد العملية لأنه بعد العملية أنا ما نقولش يكونوا دخانين ونشوفش مالاديا ولي يأخذ لذيام اربع أيام يبراوليم اللي يحجوا في كامل قوة من العقلية ثم ننقش و وش نلقينا ثم نقدر بحي يستوى ابوش دارتي بحي يدخذ قرار مهاية ثم قلت لها لطفي تقريبا احتمال إنجاب معدوم بسح نديرو لشيومي تيغابي انتي تيبركيلوز العلاج الموضاد لاتيبركيلوز و بعدها نديرو وش نديرو تخيل لطفي وش دار لما لا تدوش لف خلاف الكابيني وراح مع خلاف محبيرها كما لي قلتها عليها قليلة قلت لك قلت لك المريضة ما زالت عاودت جيني وعاودت الزوجة وعاودتنا العملية والقلب اللي جيها اللي تلبس بها ربي سبحانه ما هي المواقف تتحط فيها كاين ناسي ما يتقبلوش عندهم مثلا ذاك المرضى ما يتقبلوش كل مريضة لا نقول مريضة بسكنها طبيبة نساء وتوليد هناك بالفعل لا إحنا نعتحف دينة العاطفة بزائل كل واحدة رجال العدوا حاطفو بزائل نطفيك أين الذين بكيت معاهم أي أنّ الرجال بكاء وكأنّ الرجال بكيت معاهم كأنوين تبكي مع ذاك كل حالة كأنوين لازم تكون صارم شكراً لك دكتورة إيمان شكراً لك على حضورك معنا على عفويتك تانيت بالرأة جميلة كانت لي عامل ثيقة ضروري جداً هو ليسهل العلاج صح؟ صحيح ثيقة كون مكانش ثيقة كون مريض ديالك أنا دي مالات كون مديرش فيها ثيقة ما نوبرهاش مع العلم ندير ديز انترونسيون تخي 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 ديفيسي لأبرا في سبتمبر ستكون قفزة في العالم علاج لندومتريوز سأرى إطاليين نبدأوا علاج لندومتريوز واللازار ستكون قفزة ستكون قفزة في العالم علاج لندومتريوز نسمعنا كاميرا صراف شروق ترفخة نشوفوا الخطوات عن قرب انشاء الله هذا هو الثيقة لك نسمع من الجكش هل كلنا ترفقاتي نحن نروح على فاصل يا ناسية طيبين من بعد ونستعرض باقي الخدمات نذكركم فقط زيارة مواقع التواصل الاجتماعي عنا الانستغرام الفيسبوك تويتر وحتى تيك توك أي توصيع وانشغال مرحب بيه في برنامجنا إيمان صح؟ أكيد ماذا بنا أنكم تشاركوا في كل فقارتنا ومحطتنا نذكركم أن ضيوفنا كلهم متميزين ونواكبوا تقريبا كل المواسم اللي نعيش وهنا في نهاية العطلة الصيفية نقدر نقوله أن المؤسسات الدراسية بدأت في التجهيز لموسم الدخول الاجتماعي الجديد كل توفيق أكيد كل توفيق إضافة إلى كل المدارس الرسمية يعني تابعة لوزارة التربية فيها أيضا المدارس الخاصة مدارس تعليم اللغات مدارس الدورات ليولدت القارواج كبير خاصة من خلال الأساسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم أيضا يحضروا للموسم الدراسي في هذه الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية حاضرة معنا مديرة مدرسة اللي هي سيدة سابرينة إسماعيل حتى نتكلموها للدخول الاجتماعي بأريحية أكيد بأريحية الخاصة بالمدارس الخاصة باللغات والدورات صباح الخير صباح الخير إيمان صباح الخير لطفي صباح الخير قناة الشروق صباح الخير كل المشاهدين نورتينة يسلم مكتعش هكوا مستعدين؟ رأنا نبدلوا مجهود باش نكونوا مستعدين كما يجب إن شاء الله يا رب أنتما مدرسة لياللغات والدورات التعليمية مؤخرا في الجزائر ولينا شوفوا بزاف هاد المدارس وكيما قلنا ولو يرقى وراواج خاصة بعد الترويج عبر مواقع التواصل وإذا كانتما تديتوا عطل أو لا لا لأنه كان بعض الشباب اللي يحبوا لما يديوا عطلهما في وقت الفراغ انتحهم يروحوا يتعلموا لغات يتعلموا أكيد يكسبوا مهارات أخرى أكيد خدينا عطلة إحنا خدينا عطلة بسحكي إن عدة مدارس ما خدات عطلة كما قلت لطفي كان عدة شباب ولا أولياء يسغلوا أولادهم خلال فترة الصيف إنه ينميوا مهاراتهم اللغوية ولا عندوا نقص في أي مادة إلى آخر كما إحنا مثلا ندرنا برنامج صيفي خلال شهر جوان وجوية واخدنا عطلة خلال شهر أود والآن أنا نحضره للدخول المدرسي المقبل اللي هو على الأبواب إن شاء الله برامج الصيفية ولا تلقى إقبال يعني عدة الأولياء يقول لك وليدين حب أن يستمتع بالعطلة وبعد ساهل أكيد كان إقبال كبير كما كان نسبة كبيرة اللي تحبت أن تسجل ودها في البرامج الصيفية لعدة أسباب ولعدة دوافع أن الطفل فيما يخص مثلا نحن كما درسة لغات كان بزاف نقص بالنسبة لبعض التلاميذ في اللغات كان اللي مثلا من الابتداء حيطلع المتوسط حيطلع لغة مثلا الإنجليزية اللي هي أكتر طلبا كان اللي عنده ضعف في مواد أخرى كالرياضيات كاللغة العربية إلى آخره وليكون مساعدة لبلد من البلدان يحب يتعلم لغة ذلك البلد خاصة الكيبر هذي اللي يطلبوها بزاف وأيضا عطلة الصيف كان الأولياء ما يخدوش لي عمل ليكونوا موظفين وما يكونش عندهم الوقت باش يقعدوا مع أولادهم ولما كاشوين يحطوهم دو بخي فيرونس يحطوهم في مدارس كما حنايا باش يستغلوا أكتر لوقت وش اللغات اللي درسوهم في المدرسة؟ رقم واحد حناس اللغة الإنجليزية رقم واحد خاصة كي ولد في الابتدائي خاصة كي ولد من سنة الثالثة ابتدائي ولد اللغة الإنجليزية رقم واحد وباقي اللغات لأنه صارت موضة لدى الشباب الكورية والاقصرية والإيطالية والتركية أكيد احنا الفئة الصغيرة للأطفال الصغار راهم بزاف يركزوا على الإنجليزية ويركزوا على الفرنسية لأن الشباب مع مواقق تعواصل الاجتماع وليجيهم سهلة كي ينفسي الماء يقدر يكتسب اللغة من بعد يتوجه لنا احنا باش مع الأسداء نتضبطوهم ووجههم أحسن ما هي اللغة لك تشوفي بلي كي ينفسي الكورية كما قال التركية الكورية والتركية تركية نعم دراما صارت أكثر نعم نعم المسلسلات والبرامة يتجولنا كي ينفسي منها دوراتك وينية في درسلسة أيام تتعلم اللغة وتولي متمكن منها أنا شخصيا خطأ 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 يجيني شخص ما يعرف والو يقول لك نتعلم في ثلاث أيام خطأ هذا كلام تسويقي فقط خطأ أبدا لكن لديك عدة عوامل كان يطاقة الاستيعاب على الشخص تقيلة كان يطاقة الاستيعاب على خفيفة كان عمل لازم نخدمه مهما لذلك العمل يتخدمه تقدر تكتسبه ثلاث أيام تقدر مثلا نقوله تتقدم في التعلم هذا بصرح باش تكتسبها في ثلاث أيام كلام تسويقي فقط وكي ماللوغة الإنجليزية يقول لك أنا أنا حبدوني نحضرها لا يحبون الكتابة أو الكتابة أو الكتابة أو الكتابة أو الكتابة أو الكتابة يعني ماذا بهم؟ هي طلبوها بالزادة بصحة ما ما تقدريش مثلا دي إيما تقول لي حبيت نولين تعلم نهدر باش نقريك تعلمي تهدري نحن نكتب لك نتقرأي صراح لذلك اللغة أي لغة عندها أربع مهارات هي الكتابة القراءة السمع والنطق لازم تجوزي لهم كامل تركزي على النطق نقدر نركزوا على النطق كيف حكموا في عدد الطلبات المقاعد وغيرون يجيوكم إلى الموسم الدراسية ولا مقسمينهم إلى أفواج مقسمينهم إلى أفواج طبعا لما يلتحقوا بنا كان مستوى تقييم مستوى لهم لأنه في اللغات مثلا الإنجليزية والفرنسية كان 6 مستويات من 1-1 إلى 1-2 كانت تقييم مستوى ومبعد تقييم مستوى على حسب النيفو الذي يره فيهم بعد يكونوا في قسم عندهم نفس المستوى تبدأ الدراسة معهم والطرق سمحيلي والطرق للأستاد والمدرسة تعتمدها تلعب دور بش تلميذ أو المتعلم يتعلم يطور حتى الأستاد التي تختاروا المدرسة أكيد أكيد أريد أن ترى بعض الأسفل التي الآن كانت لديهم شعبية أو المدارس عبر مواقع التواصل الإجتماعي الآن مواقع التواصل الإجتماعي رهي بوابة كل شيء يحب توصل هل تعتمدوا له في تسويق في مواقع أكيد أكيد لكي توصل للعدد كبير من الناس يجب أن تستعمل المواقع التواصل الإجتماعي والآن لا أريد مثلا زيما نحن متواجدين في بينامي إذا كانت الخدمة مليحة المحتوى مليح الأستاذ مليح البرنامج مليح طريقة تعليم مليحة يجيك وشفناها المسناها يجونا يجونا بزاف من أماكن بعيدة يتبع النتيجة خاصة كما قلنا الآن ولو بزاف كان مدارس يعني في أي حيط بقاء مدارس خاصة وتعليمية أنتما مثلا وش لميزكم عن باقي المؤسسات التعليمية إذن إحنا الحاجة الميزة المدارسة هي طريقة التعلم باللعب طريقة التعلم باللعب للكبار أو للصغر بين قوسين الآن سمح للطفيلة كان في الهاتف عندك تعلق لعب واللعب يسمح لك تتعلم بطريقة سهلة وممتعة متعة التعلم هذه هي الطريقة التي نعتمد وش علاقة اللغة ها تنام مثال مثلا 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 في اللغة الالجيزية أو الفرنسية أو أي لغة قرنا موضوع مثلا على الطبخ موضوع على الطبخ قرنا المفردات اللي لازم نستحقوها في المطبخ مثلا الأكلة مثلا هذيك وبعدنا نحن ندروا تطبيق اللعب الأساسي مثلا لعب الأدوار مثلا واحد راه يطبخ يقول لك كيف نفرغ هذيك كيف نخلط هذي دونك راه يطبخ يستعمل تطبيقي لعب الأساسي نتيجة والأساسي الذين يعلموا داخل المدارس الخاصة والأساسي داخل المدرسة عنده دروس عنده برنامج دراسي كما قولوا وعندنا مثلا نحن نحن نستوي تتعلم اللغة بصفة عامة اللغة فهمتني هي نفس الشي بركة أنه مثلا في المنهاج المدرسي كين دروس يركزوا بزيف على القواعد على القواعد ومثلا عندنا نحن ناسي اللغة مش غير القواعد خليلوا الأريحية أنه يقدر يتكلف عزالي وظفها يعني اللي يستعملها في يومياته والأولياء ولو يحبوا هالطريقة اللاعب يعني يتعلموا بها أكيد أكيد وشاني نقول لك نجحنا فيها مثلا نحن بصفة أوكي ناقعة المدارس وكأغلبيت المدارس يستعملوها لأنه فيها التلميذ كسوى ولا المتعلم صغير ولا كبير يلقى راحته يستعمل كامل حواس كما قال لطفي يستعمل يكون حاضر كامل بشيء دونك المعلومات ولا اللغات تسجلوا خلينا نرجع دركال في أجل كبار اللي مسافرين راح زعماءنا لتركيا الحاجة اللي تأمني أنا نعرف نتواصل معهم باش ناكل باش نشرب باش نحوز باش نروح للفندق اهي انتوما وش ننوع اللغة نجي نعلم نتعلم لغة تركية تركزوا على هاد الأمور ولا تفصلوا أكثر اللغة لغة تركية جيت عدنا لطفيق قال الآن كيما قلت أنا رايح للتركيا حبيت انتعلم كيما قولوا بالعام يسمى السلكراسي دونك حنايا ناخدوك كمتعلم خاص نعلموك المفرادات ولا الجمل اللي تساعدك باش تبدأ باش تنطلق وبعد كي تلحق مثلا البلد اللي رايح له مثلا كيما قل تركيا بستيف عليك كح تقدوك عندك البداية باش تبدأ بعدها رك تسمع رك تخطئ رك بالخطأ اكيد رح يعلم رك تهدر وتخطئ وما يعلموك اكيد هح تزيد تعلم كتر حنا مدينا لك البداية بس كي قولنا ما سوختول لم ديتنا وقت قصير نوك مدينا لك قصة الانطلاق قاديا لك ومبعدها حتولي حتولي براسيد أكتر مه شحل العمر المناسب باش الأولياء يفكروا انهم يدخلوا وليدهم لمدرس لغات قولي لي الكبار اذا كان شحل العمر ولينا قدروا نتعلموا فيه زعما أنا كبير كيف يشوفوا فينا قوليك أنا خلاص كبرت مش كيف شح نتعلم لغة نتعلم ما كيف ينكبار كيف ينكبار عليك لطفة وجاء وتعلموا وجاء وتعلموا كيف حصلوا وش حبيت نقول حبيت نقول قد ما تستعلم مثلا رجل أعمال مثلا واحد مثلا انت لطفة في العمال تتطلب لك لغة الإنكليزية جيت تعلمت كيف حصلت وش حبيت نقول حبيت نقول لو كانت تعلمتها من قبل فالا كيف تزيرت وكيف فيها أريحية بعد كيف تزيرت سيبروا حكا كت تعلمتها ندوك لالسن ما عندوش السن المبكر يقدري تعلم في أي عمر أنا ابني عمره سنتين يهدر إنكليزية الكبار ما عندوش سن المهم الإرادة فقط كنت خرجت لغات أنا خرجت إعلام وإتصال إعلام وإتصال يبعلا بيها كيف حدري ما حول أنا خرجت إعلام وإتصال من بعد كيف كانت انتقالا للغات صدفة صدفة خرجت إعلام وإتصال من بعدها خدمت في مدرسة خاصة هكذا تعال لغات ومن بعد شفتهم كيفاش كانوا يتعلموا اللغة الإنجليزية ومن بعد الأستاذ شاف بلي عندي لغة عندي طلاقة قريت اللغة الإنجليزية ومن بعد خديت شهادة من أكسفورد آه من شاء الله من أكسفورد رحي بارك ومن بعد من بعد بهالي بدأ المشروع ديالي يقولوا اللغة باش ترسخنك في الذكرة في الذهنة وفي الذاكرة لازم تمارسيها دائما كي هذا وش أنا نقول كما داخل مدرسة داخل مدرسة خالقين هذك الجو لازم يبقا ويمارسوا في اللغة كي لهو اللعب لهو اللعب اللعب يخليك تمارس تمارس طبق اللغة اللي تعلمتها كل درس ولا كل كل موضوع قريناه يطبق فورا متهدري معهم دائما باللغة الإنجليزية يعني من يدخلوا للمدرسة وهو ما يتكلموا لغة الإنجليزية هذا هو الهدف أن يتهدر معها قد ما تقدر ومع الكائن يتلقى صعوبات مع اللول يونفو تطيله التي يكتسب التقيقة وأصلا اللعب هو يخليه يكتسب التقيقة هي صحي يا قناعة لازم تقتني لأنه كائن الناس عايشين ربما في الخارج يتكاملون ومعرفون يهدرون اللغة يبقوا يتواصلون مع الأقارب باللغة متحمل أصل المحيط العبداء المحيط العبداء كبير ثاني لا لا بالعكس كان لي مثلا لو كانت لطفة تروح لتركيا تقعد تلت سنين اربع سنين تروح بمستوى ما عندك مستوى في اللغة تقول لتلت سنين عندك مستوى عالش لأنه ركحطي الحراجة مثلا يهاجر بدون باقاج يبقى مع الشباب مع محيطه ويمر سنوات ربما وما يتعلم ما يتعلم ما صادفت هذا النوع صادفت لي راحو وكتسبو صادفت لي راحو على الإيجاب هذا دليل أرحو صادفت لي راحو وكتسبو أنا أقول لا تروحو وكتسبو سهلا وكتسبره للجميع يذهب يذهب لأطلاء يطلب يكتسبو لغة الإنجليزية الفرنسية الإسبانية أو تركية وكييني بدو معاكم نيكانو صغر تكبرو عندنا تلاميذ من سنة التالت هذا العام نقاط جيدة ماذا عمر المؤسسة ماذا عمر المؤسسة ما ندرجة عن تلاميذ أسد 2017 الله يبارك عمر 2017 سنة سنبع سنين الدخليم في الثامن إن شاء الله تكسر النجاح كما قلتي أيمن هذا النقطة أنا تعجبني فخورة بها انه واحد يقرأ عندك مسنة تالتة ومشي واحد ومشي زوج ومشي عشرة ومشي أحدث كبير دونك تبدأ معاكم سنة تالتة حتى البوام راهو شحال مني فتحت مات يقولوا المدرسة مني فتحت المدرسة تلقى عندهم مستوى مثل كينا وحدة الميدا ليشرفتنا عشرين في البوام مشي سهل بشجيب عشرين في البوام عشرين نو عشرين نقطة في النقطة عن الإنجليزية فرحتنا وهذه من نتيجة اللي لحقت لها أنه المدرسة المعلم المنهاج كما قلت والأولياء اللي كانوا كانوا الاستمرارية لجيب النتيجة فأي حاجة فيها استمرارية ضيق 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 نتيجة نو كان يقعد توصي هذا هو سؤالنا التفاعلين نخدمه بي ربارات نشاركوك بيها أيضا أنتي بنسبة لك بحكم العامل وغيره يجوك ضياف للدار ولم يجوكش بحكم العمل أنا نعمل بزاف ونعمل لأوقات متأخرة لأنه كان لكوكاين لكوك دو سوار خليل وين يجوني خليل وين يجوني أنا نروح دي فا بزاف أنا نروح منتيل يوم راكي مولا تندار معنا أنا لا يعيشك شكرا كثيرا على الإضاءة حولك شكرا لكم الصحة كنت على راحتين تمنى أن أفدنا لرام المشاهدين قناة شروق فقط ولد تخلوني برك الوالدة تعي ملتنا تصبحية في قناة شروق تحية كبيرة لها حبيت أن نقول لها شكرا حبيت أن نقول لها نحبك بزاف راحت مشاهدة وفيا لكم كثيرا في حصة طبقة المساء وللآن وللبرامج بعد 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 نجوانا راحت مصباح نعشية شروق غير نشعلوا نصيبوا شروق لاتيكم الصحابة وفيق للجميع خاصة لدخوا المدرس شكرا نرجع لكم من جديد نعود أن نرحب بكم نصبحوا لكم بالخير أجمل وأحلى صباح للجميع برنامج الخدمات المتنوعة متميز وتميز كل من اختار في كل مراصلة متعودين خلاص برنامجنا كل فائدة واستفادة تستفيدون من خلال كل من نقدم ونستفيد بدورنا أكيد من تفاعلكم وحضركم معنا والتواصل دائم من خلال تشكيل رقم التليفون وأيضا ضيوف المميزين اللي نورونا بإطلالتهم إضاءات جميلة وعديدة ومختلفة في شؤون كثيرة وكلها فائدة واستفادة صح؟ خاصة هذه المحطة اللي أكيد تستفيدوا منها وتستفيدوا بحضور ضيفنا لكن عنده مرور جميل مرور جميل ومرور مفيد جدا في البرنامج سعادة جدا أن يحضر معنا سيد بيلة المقران وهو خبير في عالم النحل وما أجمل هو من عالم عالم النحل والعسل الموضوع هو تحضير خلطة طبيعية بالعسل لمساعدة على الإنجاب صباح الخير سيد مقران أهلا وسهلا صباح الخير مقران صباح الخير للمشاهد الكريم أهلا وسهلا شكرا جزيلا نشارف كبير يعني الدواء أعطاكم صحة جزاكم الله مرة لكي تعرفنا على أنواع العسل كيفاش نتعاملوا مع النحل كيفاش نختاروا العسل الأصلي نعم اليوم إيمان جاب لنا خلطات خلطات يعني خلطة الأولى اللي نبدو فيها هي الخلطة المساعدة على الإنجاب نعم الخلطة اللي تحسن الخصوبة عند الرجال والنساء يعني هي العمل الانتاعها هرموني بشكل كبير تحتوي على عدة فيتامينات ومعادل لنقول أنها مكمل غدائي يحسن الأذاء في إنتاج الهرمونات بصورة طبيعية سواء عند الرجال أو النساء يعني يختلف فقط الاستعمال فقط لكن لكل حالة يعني عندها طريقة استعمالها الخاص هذه الخلطة لعلمكم يعني كإضافة فقط بين قوسين جابت نتيجة أكتر من 1096 حالة وفقهم الله عز وجل وكان عندهم درية بعدما تأخروا لسنوات دول الحالة طبعا في الجزائر فيسبوك انستيجرام تيك توك إلى آخره اليوم بإذن الله تعالى راح نحاول نمد خلطة عامة عكل إخل محش نمد الخلطة السحرية لإجتهاد نحن لا لا مدها مدها الأصلية على لها شو متمتش الأصلية الأصلية هي فيها فيها علامة مسجلة أخي لطفي وفيها برأة هكذا هو واحد من الشباب ولا من النساء اللي يشوفوا فينا هنا يحبوا يستعملوها ويندواها راح نديروا خلطة فيها فائلة عظيمة جدا تشكل سبعين بالمئة من واش عندي بإذن الله تعالى ورح تكون لله في سبيل الله راح نديروها بإذن الله ورح الناس ما من نسلها راح يجربوها ويستعملوها في المنزل راح يلاحظوا هذا إذا كان داروا تحاليل قبل الاستعمال وتحاليل مبعد الاستعمال راح تكون فيها نتائج مضحشة طيب قل لي خلطة وحدة تستعملها المرأة ويستعملها الرجل نعم ولا تختلف الخلطة من الرجل إلى المرأة هي الخلطة التي نستعملها حاليا للرجال والنساء لكن توجد حالات خاصة عند النساء ولا عند الرجال وينلازم خلطات وجرعات خاصة يعني إضافة ونقصان في بعض الجرعات أما بالنسبة للخلطة العامة هذه هي عامة بالنسبة للرجال تستعمل على الدوام يوميا لمدة على الأقل ستين يوم على الأقل خمسة وسبعين يوم لماذا؟ لأنه دورة حياة الحيوانات المنوية هي ستين يوم ونضجتها خمسة وسبعين يوم أي ما يعادل خمسة وسبعين يوم لهذا الأطباء دائما لما يمد مكملات غدائية ولدواء يقول لك لمدة ثلاث أشهر على الأقل باش تكون نتائج واضحة جدا بالنسبة للنساء العمل هنا يكون خلال فترة التبويض فترة الإبادة أي من بداية أيام الدورة إلى نهاية أيام التبويض ذلك تلك الأيام اللي نعمل عليها ونمد فيها هذا الجروعات من خلطة باشتمد نتائج بإذن الله تعالى مرضية هو ربما الخلطة السحرية راي في السحر راي في العسل بحد ذاته نعم ولا في مكونات هي خلطة سحرية العسل يعني فيه فوائد سحرية مذكور في القرآن الكريم أكيد هو سر يعني هو سر هذه الخلطة في انتقاء المواد الأولية يعني المواد هذه لابد أن تكون مواد طبيعية مئة بالمئة من مصدر موتوق سواء العسل الطبيعي البروبوليس الغذاء الملكي أيضا لأنه هو المادة الفعالة في المكونات وأيضا البروبوليس لا بد أن يكون المصدر حقيقي وطبيعي وأصلي مئة بالمئة لأنه هذا هو السر في النجاح إذا كانت المصدر مشبوه أو المصدر مقلد أو كده يعني راح تنقص الفعالية ورح ينقص المردود انتاع هذا الخلطة أوكي وعلى من تعتمد هذا الوصفة وإذا كان يقدروا الناس اللي يشاهدوا في برنامجنا يقتنئوا هذه المواد والمكونات ويحضرها بانفسهم ولا أنتم ما تقدروا ولا واجدة حاضرة الخلطة هي الخلطة على كل حال إحنا عندنا تانى واجدة لكن رح نعطيهم الطريقة لتحضير إنتعى يبتنا الواجدة رأي هنا الواجدة رأي هنا هذه هي الأصلية اللي فيها كل المكونات العسل الطبيعي الحر الجبالي يفضل أنه يكون عسل جبالي لأنه العسل الجبالي يكون متعدد مصادر ويكون غني ويكون فيه نطاق واسع من الفيتامينات والمعادن وهذا ما نحتاجه هذا الشيء اللي رح نشوفه حاليا لأنه العسل يساعد بشكل كبير في رفع مستوى تستيصيرون في الجسم بشكل طبيعي وذلك الاحتواء على العديد من العناصر المركزة أو المعزلة التركيز تستيصيرون في الجسم كالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المتوجدة في العسل على سبيل المثال الزينك والمغنيزيوم يعني هذا هو العنصر الأساسي هذا بالنسبة لرجال كما لبنا زينك وفيتامين بي يزيد من إنتاج الحيوانات المنوية على الأقل بـ 74% هذا بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء العسل عنده تأثيرات عدد على الخصوبة وذلك الاحتواء على الأحماض وأيضا عندنا أيضا الغذاء الملكي أنت منذ قليل قلت تلعبوا عن الهرمونات نعم الهرمونات عند الرجل تختلف عن الهرمونات عند المرأة ولهذا يختلف وقت يعني الهرمونات عند الرجال لهذا قلنا الاستعمال عند الرجال يوميا بالنسبة للنساء عندها فترة محددة من بداية العمل على الهرمونات لأنه الفترة الهرمونية عند النساء من أول يوم كما قلت قبل قليل إلى نهاية أيام الطبوية هذا هو الوقت اللي يختلف فيه يعني هي الهرمونات لو تلاحظ خوية لطفي عند الأطباء يعرفوه خير مننا يعني إحنا عندنا تقفى عما فقط الهرمون تستيسيرون هو موجود عند الرجال وموجود عند النساء لكن عند الرجال بصورة كبيرة جدا وعند النساء هرمون أيضا البروجستيرون أو هرمونات واحدة أخرى تصيبها عند النساء وموجودها عند الرجال لكن نسبة قليلة جدا لهذا العمل هنا يكون بكميات وجروعات مدروسة جدا الغذاء الملكي اللي قلنا عليه خوية لطفي لماذا هو المادة الفعالة في هذه الخلطة باش الناس أيضا يتقفوا معنا ونتعلموا مع بعضانا لأنه يحتوي على بروتين نادر جدا وهو الرولاكتين هذا الجوهر نادر في بروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان للخصوبة يعمل على زيادة كمية وجود الحيوانات المنوية بالشكل الطبيعي عند الرجال يعني بصورة يعني بصورة مدهشة وهذا رح يلاحظه التحالية المخبرية أما بالنسبة للنساء يعتبر أيضا وقود وقود خصب لضمان نمو الكامل للبويدات وتحسين جودتها أثناء أيام التبويد أيضا كما أنه يعمل على المحافظة هذا هو الإشكال المحافظة على المخزون الطبيعي عند النساء رغم تأخر سن يعني كاين حتى في سنين متأخرة عند النساء ليستعملوا الغذاء الملكي بصورة منتظمة أو بصورة مدروسة يكون عندهم أيضا تبويد في عمر متأخر كمش أنتم اللي تتجمعوا العسل كمش تتحصلوا على الغذاء الملكي الغذاء الملكي هو عملية معقدة نوعا ما أخويا لطفي يعني منحل تحضير أو إنتاج الغذاء الملكي يكون منحل وحده بالكامل معزول على المنحل مستقل خاص منحل مستقل يعمل فقط على انتخاب الملكات أو إنتاج الملكات وإنتاج الغذاء الملكي لأنه إنتاج الملكات هو اللي رح يجيب إنتاج الغذاء الملكي نحن لما تكون تتخدم خلايا منتجة للملكات هذه الخلايا هي اللي راح تنتج لك وتركي بيري منها انتا يتنتج منها الغذاء الملاكي نروح أيضا من الوصفان كم نروح دقاء أصلا للبروبوليس لماذا يعتبر البروبوليس لماذا علش خيان البروبوليس من المكونات اللي يكونوا في الخلطة هذه يعتبر البروبوليس أيضا مركبا ممتازا جدا لزيادة فرص الخربصوبة عند الرجال لماذا؟ لأنه يحتوي على الفيلاغونيدات وحمض الفوليك هما مضادات الأكسيد الطبيعية لتلعب دور مهم في التأثير على حركة الحيوانات المنوية مشكل كبير يعاني من الرجال أنه قلط الحركة تصيب عنده لعدد ممتاز لكن الحركة تقريبا منعذمة أو ضعيفة وهذا ما يزيد من الجودة تاع ويزيد فرص الخصوبة عند الرجال ويحسن الوصول بالنسبة للنساء يعمل البروبوليس أيضا على علاج الالتهابات لأنه فيه مضادات أكسيدة بشغني بمضادات الأكسيدة بشكل كبير خاصة الالتهابات عنق الرحيم عند النساء كما يعمل على تقوية أيضا المبيضين وزيادة قدرتهما على إنتاج والبغويدات السليمة كما يعمل أيضا على إفراز الإستروجين عند النساء في جسم المرأة نروح للآخر عنصر الذي هو طلع النخيل طلع النخيل لماذا؟ هذا طلع النخيل هو منتج خارج منتجات خليط النحل هذا طلع النخيل الناس يعرفه من أشجار النخيل من الصحراء لونه يختلف هذا طلع الأزهار نعم لونه يختلف طلع الأزهار هو أصفر أصفر هذا أبيض احتواء طلع النخيل هذا على كمية من المعد الفيتامينات والدهو الموجودة فيه هو ما يجعله العنصر الأساسي في رفع جودة حركة الحيونات المنوية أيضا ويسهل حركتها والوصول سريعا كما أنه أيضا عند النساء يعتبر محفز طبيعي قوي للإباضة هذا هو الإشكال عند النساء المشكلة في الإباضة وتنظيم الهرمونات عند المرأة هذه هم المكونات الأساسية نبدأ في الخلطة نبدأ فيها وخصف أن ندخل الجروعات مضبوطة يعني يعني لنساء لا يشوفوا فينا يستفادوا مبارك الله فيك عندنا يعني الكمية اللي لازمنا الـ 500 جرام من العسل الطبيعي هي 10 جرام من الغداء الملكي ونديروا أيضا 50 جرام على الأقل من طلع النخيل ونديروا 30 جرام من البروبوليس الميكروفون سيعيق نظن نحن نساعدك هاتيني برك سامحني أستاذ إذن على المباشرة رح نشوف طريقة تحضير الخلطة الخاصة بالمساعدة لإنجال طبعاً لتكون بالعسل يعني نعم وش نوع عسل اللي اخترتوا لأنه كين قلت لنا مريفات كين عسل الصدراء عسل الإكل خيارنا العسل الجبلي خيارنا العسل الجبلي نعم العسل الجبلي لأنه لمنطقة الغابة اللي صرح فيها نحل تكون غنية بالعديد من الأشجار والعديد من النباتات وهذا ما يسمح باحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات كل ما يكون تنوع كبير كل ما يكون هذه بالنسبة هذا بالنسبة للعسل إذن اختاروا العسل الجبلي العسل الجبلي هو الأحسن في خلطة المتزوجين طبعاً هذا الغداء الملكي شحال كمية اللي راح نديرها 10 قرام 10 قرام لأنه حدث لا يكون في 10 قرام وشحال كمية العسل 500 قرام 500 قرام 500 قرام نعم هنا بالنسبة للغداء الملكي يفرغ كاملاً 10 قرام تفرغ كاملة يجي سائل يجي سائل نعم الغداء الملكي يحفظ على الدوان في التلاجة آه يحفظ في التلاجة ولهذا لما نخدموا هذه الخلطة نغلفوها بالطبيالومينيوم لماذا؟ لأنه يتأثر بليريون صولير لا يكون معرض للشمس لا يجب أن يكون معرض للشمس لفترات طويلة يعني بعد الاستعمال مباشرة يعود يرد البلاسة تكون بعيدة للشمس وبلاسة تكون باردة نسبياً نعم هذا بالنسبة للغداء الملكي نزيده 30 قرام من البربوليس هذه فيها حوالي 50 قرام ما ينفرروا فيها بسم الله يفضل يعني للنساء اللي عندهم ميزان صغير في الكوزينة في الضار أنهم يديروا كمية مضبوطة الكيبيات مضبوطة لتكونوا نتيجة ممتازة يقولوا أن العسل بشعف إذا حقيقي وأصلي ما يتقطعش شوفوا لي هذه أنواع من العسل ما تقطعش نعم هي أنواع من العسل ما تقطعش لكن هناك أنواع أخي لطفي هي تقطع وعصلي وعصلي طبيعي كعسل كعسل شجرة البرتقال وعسل يتقطع لكن عسل حر طبيعي 100% وليقولوا ترميه في التراب يولي كيمة زئبك يولي كيمة زئبك نعم هي أنواع من العسل وليقولوا لي ما يجمج لا العسل يجمج العسل يجمج أو للعكس العكس العسل يجمج العسل اللي تكون فيه نسبة قليلة جدا من حبوب الطلع هو اللي ما يجمج أعمرناها بزر أقدر أن أكملنا العسل الكمية المضبوطة كما قلت أنت 500 قرام من العسل الجبلي وعندنا 10 قرام من الغذاء الملكي ما عليك إذا كانت فيه صعوبة ما عليك ما أقولها السيدة خلطوه مليح نعم يخلطوه مليح شكلها دي ما عندك شبول كبير لتم لكن 500 قرام من العسل 10 قرام من الغذاء الملكي 30 قرام من البروبوليس و50 قرام من طلع النخيل هذه هي نخلطوها مليح لازم تتخلط مليح نعم ونديروها في بقالة عسل تحت 500 قرام نغلفوها أيضا بالبابي أرمونيو ما نجبت معي البابي أرمونيو ولازم تحركوا ملعقة من خشب ملعقة من خشب ما لازمش يكون احتكاك مع المعادن حاليا يعني ما كانش قاعدة تتبت هذا شكرا هايلك معادن نديرو كل شينا ويقولوا يقولوا تاني عملية الدوران تدوير العسل عكس عقارب الساعة صح؟ هي يعني هذه حاليا علميا لم تتبت لكن الخبراء الطب التكميلي يشترطوا هاي نعم ممتاز هكذا خير هكذا ضلبي كتير شكولي رايعليك هذا البول هذا ها؟ هولي بارك شكولي رايعليك؟ رايح سبت لهم بلد في وصفة صغيرة كان ظننا مننا أنه يكفي ما عليش إذا نعود الخلطاء من جديد نعود نذكرهم بالكميات والمقادير الكمية هي 500 قرام عسل أصلي جبالي زائد 10 قرام من الغداء الملكي زائد 30 قرام من البرو بوليس أو كين بلايس يقولوا له العكبر أو الصمغة النحل و50 قرام من طلع النخيل يخلط هذا المزيج خلطا تاما خلطا يعني حتى يمد اللون ينسجم كل المقادير المكونات ينسجم حتى تنسجم حتى تولي خلطة متجانسة بعدها بالنسبة للرجال يأكل ملعقة صباحا على الريق قبل الأكل بنصف ساعة وملعقة قبل وجبة العشاء نعم بنصف ساعة قبل وجبة العشاء نعم الحرص على أنه يكون الجهاز الهضمي فارغ باش يصر الامتصاص الكامل في الجسم الإنسان وتروح مباشرة في الدم أسمح لي قبل وجبة العشاء أو لآخر شي ناكله قبل النوم قبلها حتى يكون ناكله بعده عادي بعده بنصف ساعة يأكل باش يتروح مباشرة باش الدم يمتصها مباشرة لجسم الإنسان باش يكون نفعا تاعة آني بالنسبة للنساء ولي حاب يأكلها ويرقد لي حاب يأكلها ما يزيدش يأكل موراها عادي ممتاز لي عنده رجيم خير خير أفضل أفضل باش يمتصها الجسم أحسن مش راح يتعش فيه حاجة بارك أنه لما الإنسان يكونها متأخر في النوم متأخر ممكن جدا أنه راح يطور لك النوم شوي لأنه غداء الملكي يعمل على تنشيط خليص من الإنسان نعم نعم هذه هي الخلطة خويرة راح نخليها صح لو نهار عمادي نحتطر جعله نهار عمادي وهذه هدية عالم النحل في الجزائل المشاهد الكريم لقناة الشروق بإذن الله ستكون صدقة جارية الشفاء بيد الله لكن ثبوت أسباب أسباب هي أسباب والعسل فيه الشفاء أسنع ندوك بسم الله مام الرياضيين يقدروا يكون سوميها بسم الله إضافة إلى هذا أنها ممتازة جدا أيضا للتركيز عند الأطفال يعني الأطفال عندهم امتحانات ويقرار ممتازة جدا مصفة طبيعية مصفة طبيعية مصفة طبيعية مصفة طبيعية ما فيها ولا شيء كيميائي مدق هاي سؤال برك دكتور لأنه فيه بعض النساء ولأزواج لا نقدرني المكاني بقاش خلطة واحدة أخرى خكاش هذه هي الخلطة اللي يجي معلج لأنه حابة تركز معي في هذه السؤال أستاذ لأنه فيه أزواج اللي الآن ربما رام يعالجوا تحت العلاج كي لا يديروا حق مجهاري كي لا يشربوا هرمونات هل هذه الوصفة ما تأثرش أثناء العلاج ولا من الأحسن يدفادوها والأدوية إذا كان تثبت عمل الدواء كائن هي كائن أدوية وين تأثر طبعا فيها خاصة الأغذية الأدوية اللي تكون عبارة عن مضادات حيوية الناس اللي عندهم إلتهابات لماذا؟ لأنه مادة البروبوليس هي بذاتها مضاد حيوي مضاد حيوي كبير يعني رح يكون تداخل بين المضادات الحيوية وهذا رح يأخر فترة العلاج لهذا أنا ننصح الناس اللي يجوا عندنا أنه يكون ديجا فات على الطبيب تاعه ولا النساء يكونوا فاتوا على الطبيب تاعهم إذا كان المشكل في مكملات غدائية يعني نقص في مكملات غدائية هذه الخلطة هي عبارة عن غذاء كامل ورح يساعدهم بصورة ممتازة خاصة في تحليل المخبارية الناس اللي جامفة تول عندنا وعندهم تأخر طويل دايما أني ننصحهم أنهم يجوزوا عند الطبيب المتابعين تاعهم ولا الطبيب انتاعهم باش نعرفوا إحنا أسكن قدروا نعاونهم من مدهالهم ولا أنهم يعني يكملوا لأنه كائن حالات وين لازم مثلا كما الحالات لازم انترفونسون شيريجيكال لازم تدخل قبيب جراحي خاصة مثلا لعندهم دوالي لعندهم تكييس مبايض مزمن عند النساء لعندهم مشكلة الالتهابات سراحة مولة والانتفخاء هذه الأمور لازمها بروتوكولات طبية وعلاجية خاصة يعني هذه تبقى وصفة محسنة وكما قلنا الإنسان يتسبب وهي حاجة طابعية مرحش تضر يعني بالعكس ستفيد في كل الأحوال ستفيدهم إن شاء الله يا رب في بيزان حسناتك إن شاء الله نشوفكم خير نورتنا بحضورك والشرف كبير أني حضرت معكم نشوفكم في ساعة حبينا مرورك معنا حبينا مرورك خير والمعلمات التي يدينها من عندك شكرا جزيلا شهدنا راحين على فاصل نظمت ولاية الجزائر بنجاح الطبعة الأولى لدورة لعبة الدومينو والتي جاءت كمبادرة تهدف لتوفير وقت فارغ ممتع ومفيد لشباب المنطقة هذه الفعالية الرياضية جارت في مختلف مقاطعات الجزائر العاصمة وجدبت عددا كبيرا من المشاركين والمهتمين تخلى لتدور عدة مراحل تنافسية حامية حيث تأهل المتسابقون إلى النهائيات وقد أطفت لمنافس أجواء من الحماس وتشويق مما عكس أهمية اللعبة كوسيلة للترفيه وتنمية المهارات الفكرة في حد ذاتها العملية تعبوترة الولائية للدومينو هي من تنظيم ولاية الجزائر يعني تحت إشراف الرسمي تعوى لولاية الجزائر ومن تنظيم مدير الشباب الرياضة والترفيه لولاية الجزائر بتنسيق مع رابطة تنشيط أوقات الفارغ الشباب لولاية الجزائر حوالي في اليوم كان 150 فارغ كل يوم في المقاطعة تعباب الواد راح يتم اختيار 16 فارغ اللي راح يمثلوا المقاطعة في النهائي اللي راح يكون يوم 31 أوت بالبريد المركزي والله غير كان اقبال كبير بزاف وجولنا مام يعني كبار الصين قالونا والله غير دو من هذا شغل لعبة قديمة في الجزائر قالونا والله غير ما دابينا ضطر جو اللي كانوا يبكري قرسكوا على باك دركة ولا الانترنت وكذا ولا يدخلوا في واحد لجوغراف دراري سيرتو دراري حبينا احنا ينعود نحيو تعطورة تعسمان هذه أكد رئيس لجنة تنظيم الدورة على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روحة رياضية بين الشباب الهدف الرئيسي من العملية هو أنه تنشيط العاصمة خلال الفترة الصيفية الهدف الثاني هو أنه بسفة كبيرة أنه الالتقاء بين الشباب رغم هناك مجموعة كان هنا في الكيطاني عندنا شباب جاءوا من برتوتة جاءوا من سحاولة سوف يلالتقاء تعالي الشباب هنا على مستوى هذا الفضاء تعتبر هذه الطبعة الأولى نقطة انطلاق لفعاليات قادمة حيث تخطط اللجنة المنظمة لتوسع نطاق البطولة في المستقبل لتشمل مزيدا من المشاركين وتحسيز جودة الفعاليات وصلا نتمنون أن تكون طبعة أخرى الثانية والثالثة والرابعة نقولون مرحبا بكم ونقولون بالوزارة الشباب والرياضة راهي دير البروغرام على العام ماشي قلز عما غير لي فاقونز ولا أهم كيما اليوم كين فندردي صنفواتير وفي الأصابلات كين لجو كين لبيتونك كين لالويت كين حبيقوا العام كامل وكين ألعاب كين لجو كل حاجة رائم الجانية تجسد دورة لعبة الدومينو في ولاية الجزائر نموذجا ناجحا لفعاليات الشباب التي تجمع بين تسلية وتنمية المهارات مما يعزز قيم التعاون والروح الرياضية لدى الأجياء القادمة مرحبا بكل الشباب والهدف من هذه النشاطات كما قلت لك هو الالتقاء التبادل الأفكار التعارف إلى آخر الهدف ما هو ربحي إلا أنه لازم نكرمه للفائزين وبالتالي مدير الشباب الرياضة يعني رصدت جوائز قيمة للمتنافسين للتشجيع ما هيش يعني ذات طابع ربحي ولا ولكن للتشجيع المبادرات وراح يكونوا مبادرات أخرين وعمليات خلال حتى نهاية الصيف إن شاء الله التجاهية كان اسم على مسمى هي وش مكتوب الرابطة لأوقات الفرق يعني الإنسان كيكون عنده وقت فرق ليف يعود يتحاطى المخضرات ويقعد مع أصحاب السؤولة شيف ريما يجي لنا يلعب يفتدوا ومين ويتعرف بالناس ميوكي يقعد يعني فشوف النهائي رح يكون فلاقرونت بوست البارد المركزي احنا من هذا المنبر هذا نطلب كل العائلة وخاصة العائلات يجوا بقوة البارد المركزي وصلا يكون نهائي بأحسن ما يكون ها مع مروري طابلنا من جديد ها ها قهوتي الماء أنا على المباد خلّا أسلام أرجع لكم مشاهدينا كان هذا التقارير بإمضاء مميز من زمينا ريان حول دومينو اللي صارت تستهوي الشباب والكبار وصارت نوعا من رياضات ذهنية ونفكرية وهي رياضة شعبية شعبية من زمان يلعبوا دومين كيلي عايشين إدمان في حياتهم دومين صح ميقدرش يبعد علي صح لازم كل عشية ولا كل صهراء يلعبوا دومين أنا متمكن دومين متمكن دايما نقفل لو كان يجبنا ضيف يجبنا ضيف معه نديروا له مسابقة معه مشاهدينا نرجع لهم للموضوع لتفاعلين موضوعنا التفاعلين ضيف ضيف ولو قعد صيف وشتا شتوصيف ولو قعد صيف هذا هو موضوعنا التفاعلين مشاهدينا حبيناكم تفعلوا معنا قبل قليل كانت سيدة وصلت معنا من جزائر العاصمة كانت طرحة نقطة مهمة قالت ربما ضغوط النفسية في المدن الكبرى تلعب دور ربما في أنه والذيق والذيق أيضا أنه الشخص يتقلق شوية ولا ما يحملش أنه ضيف يطول عنده بزر طبعا اختلفت وجوهات النظر رحبين أن نسمعوا أراكم في هذا الموضوع والمثل الشعبي المتوارد ضيف ضيف لو كان يقعد شتوصيف وكان يقولوا ضيف تلثية من ثمه وش من تيم ضيف تلثية وكان يقولوا ضيف يجيوا في الصيف أكثر شي يعني كيلي يخمم في الغطاء في الفراش يكون البرد تخمم في الماكلة كيالناس لو كانت تخمم في المصروف تقول لك يجي الضيف لازم نقوم به لازم يسبني مليحة مرتاح يقولك لو كان يجي بلك يعرف لي ما رانيش مرتاح الآن ولد بزاق الخلافة الزوجية كان بعض الأزواج يقولك أنا ما رانيش منيح مع مرتي وكان يجي البراني رح يحس ويعرف أنه فيه مشاكل فيه أمور كثيرة تدخل الآن مع تغيير البيوت أسرار والضيف كثير من الضيوف يكشفوا الأسرار ربما تعال بيوت وتعال المنازل هذا اللي يخلي بعض الناس ربما يتحفظوا على خصوصيتهم داخل بيوت والمنازل ويخليهم يستقبلوش بزاق ضيوفا لكن كين بعض المناسبات ومواسل الحمدلله لكين في الدين الإسلامي هذه الأعياد والمناسبات اللي يكون فيها صيلة الرحم ونستقبلو فيها ضيوف مثل شهر رمضان الفضيل وإن تكتر فيه الصدقة والزكاة والديورت كلها تكون مفتوحة على مائدة الإفطار أيضا العيدين الكبير والصغير ونستقبلو أيضا ضيوف يعني الدين الإسلامي ننظم لنا حياتنا صحيح نظمها كونيا في كل إطارات وكل مجالات في معناه يتصال صباح الخير نقوله ألو صباح الخير صباح الفل والياسمين أهلا صباح الخير صباحك وكيراكم داني الله غاية الحمد لله كيراكي إيمان الله لباس حمد لله بألف خير صباح خير لطي صباح النور ياهلا وسهلا كيراكي لباس لنتم كيراكم حمد لله انتعرفوا عليك أم أمجد أم أمجد منين فرندة ليت فرندة تيارت وعنا محظوظين وعنا محظوظين اليوم نستيارت يا ألف أهلا وسهلا مرحبا بيك سيداتي تسمعين فينا وش رأيك في الموضوع اللي تناولناها اليوم لا لا سفل قطع الاتصال كنا محظوظين بالنستيارت حبينا نسمع ورايها ونعرفوا أنه نستيارت ناس كرامة جدا معروفين بالكرم والجود وهي طبيعة فيهم رطفي حتى لو كان يروحوا للمدن الكبرى أنا نشفى الشيخي الله يرحمه طلب له الرحمة وكل الله سوف يشوفوا فينا يعني يدعيه له بالرحمة كان إنسان كريم 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 الواحد الدرجة ما تقدش تصورها الكرم يورث يورث هو حتى هنا في العاصمة يجيب ضيف دار جامعي في الرغة يورث وهي تربية للأبناء يعني الدار الوالدين كيكونوا هما يستقبلوا ضيوف إلا وتلقى أولادهم يدي ويحملوا تلك وتصيبهم لطفي بالجمعة لازم يجيب ناس من جامعة زعمى معاه ليصلى ولازم يجوه للدار ويفطروا في الدار يعني حتى لو ما حبش يجيضيف هو يعرضي في الدار هي نظم ثقافة متوارثة من خلال المحيط من خلال المدن من خلال الأولياء للأسف بدأت تروح يعني مع ضغوطات العمل ضغوطات الحياة ضغوطات المدن الكبرى بدأت تنقص هذه الحاجة عندنا لكن نزال المحافظين إن شاء الله أكيد كاين بزف نزال المحافظين أدوتي صارتي في آخر نقولوا له صباح الخير أهلا وسهلا حبش حمد الله تعرفوا عليك ناعمة من تيزيوزو كن معنا ناعمة من تيزيوزو ناعمة من تيزيوزو يا ألف أهلا وسهلا بك ناس الكلام تيزيوزو ناس الكلام تيزيوزو ما شاء الله يسمك خويا رهي أعب يخليك إن شاء الله لا يزال كنا باز والله حمد لله بخير الموضوع ليم تعرف على الغيفة ايه حنا يا داونا تعرف غيفة مش تعال الله يبارك ما يروحوش الضياف ما يخطوكمش من الضياف ما يخطوضش الضياف اللي مراد يجي عدنا يستعفى اللي يجونا على عام وعلى كل عام يجونا ضياف ويطولوك يجو عندكم واحد ضيف طول معنا وقعدة شهر وخمسطش نيوم شهر وخمسطش نيوم وهالضياف من العائلة لا لا فحب خويا ممهد بأصحاب أصديقة خزيوزو صح صح كيما الغرب فحب خويا ومشكوش روحتنا على الماكلة بسحل عطوهم واجه إن شاء الله يعني ما تخموش على الماكلة يقول لك ضيف ما يتشرطهم والدار ما يفرد وهو يجيب رزقه معاه هو يجيب رزقه صح والله غير يجيب رزقه والله صح صح العجنون طيبون ضحقون قسرون خرجون صح ما شكت يأكل وشكين في الدار يعني معاكم آه يأكل وشكين في الدار وكان دنا ما نبخلوش عليه نعطلوش كين في الدار صح وكين ليتساع في الدار ولا الدار شوية في هالديق والله عنده زوج بيوت وفانو ودوش وطولة حشكو ماشاء الله ماشاء الله ملفح كين نظيف خرجت ما مع الجاله باش يسكن فيه بدا ذيق في القلوب غري ذيق في القلوب يكذب عليك ما جاتش في ليتساع ولا صح خرجت الدار على جاله يماك راح تمتدار على جاله باش تخليه براحله باش يقعد هو باش هو يقعد براحتو براحتو وكي جي خوك يقول لكم جاي نيضي في وجدو الفطور ما تتقلقوش انتو ما ما تقولونش علاش وما خبرتناش وما قلتلناش وما علمتناش والدنيا راي مصخة مايش مواجدة على ساعتين نوضعنا الميناج تنوضو تخملوش نوضعنا الميناج وهو يقضوحنا ينطيبو كي نطيبو العائلة ولا نطيبو لأخرين ما كاش حاج يعني نقولو يحرجنا ولا على شجي بدهم ولا خطر رضيش كي يجي عندك يقولو حق عليك تنفق عليهم ثلثيام صح وفوق ثلثيام وراك تصدق عليه يقولوك انك تصدق عليه اكيد كي يجوزو ثلثيام يقولو راك تصدق عليه ماشو يعني ماشي ملح نحن إنسان يرد الضيف ماشي ملح إنسان يرد الضيف لا لن احنا بيتنا لي مريض يجي يستفعلونا مساء الله مساء الله اللي كان عندو مالالاز و لو خرمي لو كنشوف ماما كيف تدير لغياف الله يبارك الله يبارك ربي يبارك فيها يبارك في صحتها ربي طويشها سوف يجعل شف نزيم ايه قرد كراف بلي يعطي لي راوشات الفاندوتا بالماء الفاندوتا بالماء اوكي هتسمع من بعد راح يعود لك الوصفة إن شاء الله شف نزيم عاودتهم؟ ما عاودهم قال لك؟ قال لك عاودهم بسمعتي هم لا عليش رح يعودهم لك إن شاء الله في نهاية الحلقة إن شاء الله رح يعود يذكرك بها إن شاء الله مبارك الله فيكم شكرا لك ما شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك في خطواته الأولى لكن بخطة ثابتة رح يصير نحو النجومية لأنه صار ينظم العديد الكثير من الحفلات داخل وخارج الوطن أيضا أهلا بك قادرا ورطة فضورك أهلا بك قادرا ورطة فضورك إن شاء الله مرسى على الاستضافة وصافي فليزر أهلا وسهلا وقت إش آخر مرور لي كان في برنامجنا؟ آه وقيلة عامين الأكثار؟ وقيلة 2020 2021 2021 2021 2021 نورنا دائما وش تغير ولا وش زت ضفت من 2021 إلى يومنا هذا؟ وش تغير؟ ألبوم جديد غنية جديدة ما قدرش نقوله ألبوم خرجت صحة ثلاث غنيات خطر الألبوم لازم لك من ستغنيات إلى ثمانية نقوله تغنيات خرجتهم من بينهم الغنية اللي درتها مع البراكة الفنانة براكة ووجولة نحية براكة وحفلات شوية واستضافات مع جو راديو وجيلة فام إداعات يعني فلت أغاني ما تقدرش تشارك في حفلات يعني الحفل يطلب على الأقل 45 دقيقة فوق الخشبة وش ريبرتوار اللي يتغنيه في العادة لما تلقى الجمهور طبيعة الحالي احنا ضكين يكون كائن فنانين القدوان تاعك حتى لو كان عندك ما عندك ش حتى غنية وتجيك حفلة تغني الأغنى تاعك إعادة أغاني من تراث إعادة أغاني فنانية تراثية طبيعة الحالي قد أنت اللي تكتب الكلمات أنت اللي تلحن لا لا الكلمات الكلمات ممكن نزيد الكلمات ولكش ميكاين ناس تعطيني كلمات ما اللحن نديرون أنت تلحن لحن أنا لحن متقف صعوبة في إيجاد الكلمات كتاب الكلمات أنت تغني بالترقية وتغني بالعربية صح ما تلحن أكثر؟ يعني اللغة لا يشعائقة لا يشعائقة هم هو الأحاسيس لكن اللغة تزيد جماليات في الأغنية صح؟ صح يحبوا كثيرا يحبوا الترقية بسبب العديد من الأسماء الفنية في موسيقية جزائرية معروفة التي تغني الترقية وصلت إلى العالمية هي جدا لمشي اللغة اللي تحدد اسمته جي طلع أغلبية في الموسيقى فهمتني والحاجة اللولة والحاجة الثانية أنا نظن أنه الحاجة السهلة عندي تأليف الأغاني من الكتابة انت على الكلمات واللغة اللي نميليها يسر الترقية على العربية أحسن روحك أحسن فيها جمال فيها جمال صح فيها جماليات في النطب فيها إحساس حتى لو ما تفهمش الكلمات لكن تقيسك يعني تلمس قلبك هي أصلا ترقية في الأغناء مش كيف العربية توجه لك الحاجة ديركت جاية معاني انت ذكرت منذ قليل أنه كين أعمدت الأغنية للصحراويات ترقية اللي تشوفهم هم المثل لك ماذا عن الفنانين الشباب كفرق موسيقية اللي قدروا يوصلوا أيضا للعالمية مثل فرقة تيكوباوين اللي يرص لحقة للعالمية بفضل الأغاني أنت وحى اللي تم إعادتها بلغات كثيرة هما جماعة تيكوباوين نوجه لهم تحية خطر صحابي كامل من السعيات لهم كامل من سعيدا جميلة جميلة صحراوية كل الفنانين كما قلنا شوف هو الفن التارقي بطبيعة الحال نجو نطلو أكثر فن راهو مطلوب دروك توتليموند في كل عالم علاش خطر هو ستيل نقدروا باش ما ننتفرع عش كتر هو ستيل ستيل جديد مشي كما نقولوا باريكزونبل تمشي الامريكان ولا تمشي تلقى عندهم باريكزونبل الروك بالصحة هنا في ستيل تاع توارك جاي بلوز أسوف شغل بلوز يستعملوا القيتار إلكتريك هم تدينوا من تأغنية التارقية كامل جات من تندي المرأة التارقية هذه كانت الزمان هي الوحيدة المسموحة لتغني عندها قالت أمزاد قالت أمزاد وكانت هي المسموحة الوحيدة اللي تغني المرأة التارقية بعد مورول هكا السنين وليكش تطور لهذا الشي إلا نقول له في التين دي هادك وليه في القيتارة هادك الحاجة أطورت بزاف الغرب على الصاعد الأول كنت أطورت الغرب دوك لحنا بشوي شوية بشولت في تزايا لا هو هو اللي يصنع الغرب بش حب هذا النوع من الفن لأنه ينتمي إلى الجزائر ينتمي إلى الجزائر يمثل نحن كإنتماء كهوية لنعتزوا بها ونفتخروا بها والفضل يعود للشباب اللي يروجوا لهذا النوع من الموسيقى وقدروا يوصلوها للعالمية والفضل أيضا لبعض الفنانين العالميين اللي يغنيوا طبوع أخرى مثل الرايو غيره كما الشاب خالد لدير ثنائيات مع الفرقة الفرقة كدر جابوني كدر جابوني يعني لدير ثنائيات مع فرقة مع فرقة صحراوية يعني صحراوية من الصحراء الجزائرية طيب وش هتسمعنا الآن والغيتار رأي مرافقاتك وش هتسمع معك أول أغنيا سمعكم كاينة أغنيا تاع صديقي نوجه لتحية صدامي مرهن تحكي على الأشنكب بسميتها أشنكب بمعنى الغزال الغزال هذ الغنية تحكي على أن الغزال بين قرض يعني دروك وصلنا الوقت الغزال راهو في الإنقرة يصيده صح يصيده صح زمان شتزمان في الصحرة تمشي شوية لقال الغزال صح صح دروك نقصه ثم هذ الغنية تحكي على الغزال أغنية تحسيس وتوعية عندها معنى يعني أشنكب عشان كد عشان كد لغزال قبل تحكي على الغزال 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 فلفل على الغزال ومائيس كمية الباتي دولار هل تعلم بشأن تحكي علىן مطلرة هل نصل صautres هل نكون دماآعة تحكي على الغزال وذلك تحكي على الأمية لديها ها تحكي على الغزال 終於 عشان تحكي على الغزال سألت نوم IZ عن طلب نque Pac Roy mall لا 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 بصي هل وش درت شباليهم؟ اهلا ودينا ايمان درنا البندو ميلي درناه كطابقة ودرنا لهنا كريمة الجبنة وهنا لنا الكولي ماغيني اللي درناه في الوصف ديوه حكون بسم الله دك بيشعمال كريم جبنة كريمة جبيت كريمة جبنة بنينة صح؟ هدك صحة يا شكرا شكرا لك نديم شكرا لك إلى اللقاء لنا يتجدد غدا نفس الموعد نفس القناة نفس التوقيت غدا سيكون آخر عدد لهذا الموسم نتمنى أنكم تكونوا فيه لنا واتبعونا إن شاء الله إلى اللقاء